وكما تلاحظون من هذه المحاضرة أن العلم يصبح سهل وممتئ حينما نعطي الوقت الكافي والجهد الكافي لفهم العلم مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التتراهايدروفوليت وفي النهاية هذا المخطط يوضح كل شيء تقريبا تلاحظون وجود كتابة في جانب وقت الفيديو فمن خلال النقر على هذه الكتابة ستستطيعون أن تتصفحوا بسهولة مواضيع الفيديو لذا ستتمكنون من حضور فقط الموضوع الذي يهمكم من هذا الفيديو دون الحاجة إلى متابعة الفيديو بالكامل مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثاني من أصل 15 فيديو مخصصة للفيتامين في هذا الفيديو إن شاء الله سنتحدث عن الفولك أسيد أو فيتامين بي ناين كنت أحب بصراحة أن أبدأ بالفيتامين أي ولكن احتراما لترتيب ليبين كوت فسأبدأ بالفولك أسيد لأن ليبين كوت بدأ بالفولك أسيد المحاضرة ليست فقط من ليبين كوت تقريبا تم شرح كل ليبين كوت بهذا الفيديو بما يخص الفولك أسيد ولكن هناك إضافات من مصادر أخرى أيضا وإن شاء الله ستتعرفون على الفولك أسيد بأغلب أبعاده إذا ما كانت كل أبعاده المحاضرة بشكل أساسي بايو كامستري ولكن هناك كورليشنز مع تفاصيل أخرى منها مثلا من ناحية الكلينيكل كيف نستطيع أن نعلم أن هذا الشخص لديه نقص بالفولك أسيد كل هذه التفاصيل إن شاء الله سنتعرف عليها خلال هذا الفيديو الآن من الفيديو السابق تعرفنا أن لدينا مجموعتين من الفيتامينز المجموعة الأولى وهي الواتر سوليبل فيتامينز والمجموعة الثانية وهي الفات سوليبل فيتامينز وكلا هاتين المجموعتين لهما قابلية ذوبان مختلفة فمثلا الفات سوليبل فيتامينز تذوب في الدهون ولا تذوب في الماء والواتر سوليبل فيتامينز تذوب في الماء ولكنها لا تذوب في الدهون والواتر سوليبل فيتامينز تقسم بشكل عام إلى نان بي كومبلكس فيتامين وهو فيتامين سي وبي كومبلكس فيتامينز ومن ضمنها الفولك أسيد They are classified as water-soluble vitamins because they are readily excreted in the urine and toxicity is rare However, deficiency can occur quickly الآن إذا سئلنا السؤال الآتي لماذا تصنف الwater-soluble vitamins على أنها water-soluble vitamins؟ لأنها ببساطة تذوف في الماء ولكن ماذا سيترتب على قابلية الذوبان في الماء لهذه الvitamins؟ أحد أهم الأمور التي ستترتب على قابلية الذوبان لهذه الvitamins هو أن هذه الvitamins readily excreted in the urine ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الvitamins بسهولة يتم التخلص منها عن طريق الكيدني عن طريق الإدرار والآن علينا أن نسأل السؤال الآتي ماذا يعني ذلك؟ ببساطة حينما نأخذ هذه الwater-soluble vitamins بالغذاء أو بصيغة dietary supplements مكملات غذائية فأننا نمتص هذه الwater-soluble vitamins وتنتقل هذه الwater-soluble vitamins من العمارة الدقيقة إلى الدم وتنتشر في الدم وتذهب إلى مختلف الأنسجة وبشكل خاص فيما يخصه الفولك أسد يذهب إلى الليفر يذهب إلى الكبد وهذا الفولك أسد يبقى في الدم بتركيز معين يبقى بتركيز معين لا يسمح لهذا الفولك أسد بأن يزداد تركيزه فإذا ازداد تركيز الفولك أسد في الدم عن الحد المسموح به يتم التخلص من الزائد منه عن طريق اليورين عن طريق الكيدني وهذا هو الحال في أغلب الwater-soluble vitamins ولكننا دائما سنجد هذه الwater-soluble vitamins لا تتجمع داخل الجسم بكميات كبيرة لذا فأن التوكسيسيتي لهذه الفيتامينز نادرة جدا ماذا يعني التوكسيسيتي؟ تعني التسمم يعني وجود هذه الفيتامينز بتركيز عالية داخل الجسم مما يؤدي إلى إحداث أضرار جانبية بسبب وجودها بتركيز عالية ولكن الحمد لله هذا الشيء لا يحصل لأننا نتخلص من الزائد من هذه الفيتامينز عن طريق اليورين ولكن بالمقابل هذه الفيتامينز يحصل فيها deficiency أي يحصل نقص بهذه الفيتامينز بسرعة لأننا لا نملك خزن لهذه الفيتامينز لا نملك كميات مخزونة في الجسم بكميات كبيرة من هذه الفيتامينز لذا deficiencies can occur quickly هذه الفيتامينز هي عبارة عن اصدفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوفوف لدي البايوتين وهو فيتامين بي سيفن ولدي ايضا الفانتوثينيك وهو فيتامين بي فايف مثل ما تلاحظون هذه هي الفيتامينز للجسم البشري بالكامل بالترتيب المنطقي ارتداء من فيتامين اي وانتهاء بفيتامين كي واليوم سيكون لدينا فيتامين بي ناين وهو عبارة عن الفولك اسد لماذا سنبدأ بالفولك اسد لأن البينكوت بدأ بالفولك اسد وأنا اريد ان احترم قرار البينكوت وابدأ معه بالفولك اسد فيتامينز كلاسفيكيشن تصنيف الفيتامينز شيء مهم جدا لذا فسنلاحظ وجود هذا المخطط تقريبا بكل فيديو سيكون عن الفيتامينز وكما قلت في الفيديو السابق فان هذا المخطط نصا من البينكوت وهنا يتضح تقسيم الفيتامينز الى مجموعتين رئيسيتين المجموعة الاولى وهي الواتر سوليxyumba وحتية وهي الفيتامينز القابلة للذوبان في الماء اما القسم الثاني فهو الفاتسوليبل فيتامينز وهي الفيتامينز القابلة للذوبان في الماء والفاتسوليبل فيتامينز هي عبارة عن partager فيتامين A, فيتامين D, فيتامين K وفيتامين E أما الووتر سوليبل فيتامينز فسيتم تقسيمها أيضا إلى قسمين أساسيين على أساس التركيب الكيميائي لهذه الفيتامينز فهنا تم تقسيم الفيتامينز إلى قسمين رئيسيين اعتمادا على قابلية الذوبان أما الووتر سوليبل فيتامينز فيتم تقسيمها إلى قسمين اعتمادا على التركيب الكيميائي لذا فسيتكون لدي non-B-complex vitamin وهو عبارة عن الأسكوربك أسد أو فيتامين C وB-vitamins أو B-complex vitamins وهي عبارة عن هذه الفيتامينز التي نراها جميعها وهنا أيضا تم تقسيم ال-B-complex vitamins على أساس الوظيفة إلى ثلاث أصناف أيضا الصنف الأول وهو عبارة عن energy releasing vitamins وهي عبارة عن الثايمين أو فيتامين B1 ريبفلافين أو فيتامين B2 نايسين أو فيتامين B3 بايوتين أو فيتامين B7 بانتوثينيك أسد أو فيتامين B5 وهذه ال-energy releasing vitamins سميت بهذا الاسم لأنها تقوم بالمساهمة باستخلاص الطاقة من الغذاء الذي نتناوله مثلا حينما أتناول أنا الكاربوهايدريتز فيتم تقسيم الكاربوهايدريتز إذا كانت معقدة فتتحول إلى الصيغة البسيطة وهي المونسيكرايدز ومن ضمنها الجلوكوز وتدخل إلى الخلايا ويتم هضمها فحينما أريد أن أهضم هذا الجلوكوز أحتاج إلى البعض من هذه الفيتامينز وهذه الفيتامينز جميعها تدخل في عمليات مشابهة لهضم الجلوكوز لذا فسميت هذه ال-5 vitamins بال-energy releasing vitamins أما الصنف الثاني وهو عبارة عن ال-hemobiotic vitamins وهذه الفيتامينز تشترك في تكوين خلايا الدم وهي folic acid and copalamin folic acid هو فيتامين B9 وهو موضوع الفيديو لهذا اليوم والcopalamin وهو عبارة عن فيتامين B12 وسيكون موضوع الفيديو القادم فهيماتو تعني دم وبايوتك تعني تكوين فأملية تكوين خلايا الدم أما الصنف الأخير وهو عبارة عن فيتامين واحد فقط وهو فيتامين B6 وأيضا يسمى بالبردوكسين هذا الفيتامين يدخل في تفاعلات كيميائية معينة داخل الخلية هذه التفاعلات لا هي هيمو بايوتك ولا هي أيضا energy releasing لذا فوضعه في الصنف خاص به وحده ولهذا اليوم سنتطرق للهيمو بايوتك vitamins وسيكون أول فيتامين لدينا اليوم هو عبارة عن folic acid أو فيتامين B9 وكما تعرفنا في الفيديو السابق فأن هناك مجموعة من النقاط محددة سنغطيها عن كل فيتامين فلدينا الـ names والchemical structure هو الـ active forms أو الـ active form على حسب الفيتامين في حالتنا اليوم فهناك active forms ليس active form واحدة ولدينا أيضا الفنكشنز وهناك عدد من الفنكشنز للفولك أسد ولدينا أيضا فيما يخص الفولك أسد absorption, transport, in the blood وexecretion وأيضا storage هل هناك storage للفولك أسد أو لا وأيضا لدينا sources of from diet أو dietary sources وأخيرا لدينا clinical indications متى نحتاج الفولك أسد ك dietary supplements وبمعنى آخر متى يحصل الفولك أسد deficiency أو متى أتوقع أن يحصل الفولك أسد deficiency الآن كما تعلمون أحد النقاط التي نريد تخطيتها عن الفولك أسد هي ما هي أسماء الفولك أسد مثل ما نلاحظ فولك أسد أو فوليت علينا أن نعرف ما هو الفرق ما بين الفولك أسد والفوليت وأيضا أحد أسماء هذا الفيتامين هو فيتامين بي 9 فالفولك أسد هي عبارة عن الصيغة الحامضية من هذا الفيتامين حينما نقول فولك أسد فهذا هو عبارة عن حامض أما حينما نقول فوليت فهو عبارة عن آيون وهو آيون سالب إذا فالفرق بين الفولك أسد والفوليت هو أن الفولك أسد هو عبارة عن صيغة حامضية والفوليت هي عبارة عن صيغة آيونية فالفوليت هو عبارة عن فولك أسد ولكن فقد ذرة H أو آيون هيدروجين أو فقد بروتون فأصبح فوليت الآن الفولك أسد هو عبارة عن مركب موجود في الطبيعة نأخذه من الغذاء ونحن كنظام بيولوجي بشري نستخدمه كفيتامين لذا أطلقنا عليه اسم فيتامين بي ناين فعطيناه لفظة فيتامين لأننا نحتاج إليه في عمليات معينة نحن لا نستخدم الفولك أسد كمصدر للطاقة وإنما نستخدم الفولك أسد كمساعد في بعض التفاعلات التي سنتعرف عليها إن شاء الله خلال هذه المحاضرة لذا فيكون بهذه الطريقة الفولك أسد قد حقق شروط الفيتامين مثل ما قل في الفيديو السابق أن لفظة فيتامين لها شروط معينة من شروطها أنني لا أستطيع أن أقوم بتصنيعها أو لا أستطيع أن أقوم بتصنيعها بكميات كافية أستخدمها في تفاعلات معينة تفاعلات كيميائية تتم داخل الخلية ولا أستخدم هذا المركب الذي سأطلق عليه لفظة فيتامين لا أستخدمه كمصدر للطاقة وإنما أستخدمه كعامل مساعد في التفاعلات وبهذه الطريقة يأخذ الفولك أسد لقب فيتامين بي ناين وللتذكير أيضا فالفولك أسد بالنسبة لي هو عبارة عن فيتامين بي ناين ولكن بالنسبة للأسد فهو عبارة عن مادة ليس لها قيمة لأن الفولك أسد موجود بتراكيز عالية في الخضروات وفي البيض وفي بعض المأكولات سنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذا الفيديو والأسد لا يأكل هذه الأمور فعلى ما أعتقد أنا لست متأكد ولكن على ما أعتقد أن الأسد لا يحتاج إلى الفولك أسد كفيتامين لذا فالفولك أسد بالنسبة للأسد هو عبارة عن مركب عضوي لا قيمة له ولكن ربما بالنسبة للفيل فربما يعتبر فيتامين وربما لا لأن الفيل يتناول بعض المأكولات التي تحتوي على الفولك أسد الآن الفولك أسد plays a key role in one carbon metabolism سيقوم الفولك أسد بدور فعال في ال one carbon metabolism أما ما هو ال one carbon metabolism فسنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذا الفيديو هناك علامة استفهام علينا أن نجيب عليها إن شاء الله خلال هذا الفيديو وأيضا هذا الفولك أسد is essential for the biosynthesis of several compounds نحتاج هذا الفولك أسد في تكوين عدد من المركبات داخل الجسم هذه المركبات مهمة جدا منها ال DNA أنا لا أستطيع أن أكون ال DNA ما لم يكن لدي الفولك أسد فولك أسد ديفيشنسي is probably the most common vitamin deficiency in the United States particularly among pregnant women and alcoholics ديفيشنسي بهذا الفيتامين هي من أكثر الديفيشنسي التي نراها في الواقع بالحقيقة ليست فقط في ال United States ولكن هذه الدراسة في ال United States والنقص يحصل أكثر شيء عند النساء الحوامل لذا أحد التوصيات الطبية أن تأخذ المرأة الحامل الفولك أسد ك dietary supplements وليست فقط المرأة الحامل وأنما حتى المرأة التي تتوقع أنها ستصبح حامل في الأيام القريبة لأن الفولك أسد تحتاج إليه المرأة الحامل وعمليا يحتاج له الجنين الموجود في بطن المرأة الحامل بأول ثلاثة أشهر من الحمل لذا فتحتاج النساء الحوامل إلى الفولك أسد بكميات كثيرة مقارنة بالحالة الطبيعية في حالة لو لم تكن هذه المرأة حامل leafy dark green vegetables are a good source of folic acid سنتحدث عن dietary sources of vitamin B9 ولكن تعتبر leafy dark green vegetables هي من أهم مصادر الفولك أسد لذا فأن الفولك أسد بشكل أساسي نأخذه من المصادر النباتية وليست من المصادر الحيوانية وعمليا نأخذه من بعض أنواع الخضروات يوجد بتراكيز عالية في بعض أنواع الخضروات التي سنتعرف عليها إن شاء الله بعد قليل ومن جملة الأشياء التي سيتم تغطيتها عن هذا الفيتامين وهو عبارة عن التركيب الكيميائي أو بصراحة هذا السلايد ليس مهم جدا ولكن نحتاج إلى حد معين أن نتعرف على التركيب الكيميائي للفولك أسد أو الفيتامين B9 لأننا بعد قليل سنتعرف على صيغ مختلفة من هذا الفيتامين والتي تعتبر صيغ فعالة لذا يجب أن نأخذ ولو فكرة بسيطة عن التركيب الكيميائي لهذا الفيتامين وذلك لكي يساعدنا في التعرف على ماذا تعني الصيغ الفعالة لهذا الفيتامين لا نستطيع أن نمر على الصيغ الفعالة دون أن نعلم الفرق بينها ولا نستطيع أن نعرف الفرق بينها إلا إذا تعرفنا ولو بشكل بسيط على التركيب الكيميائي لهذا الفيتامين ماذا يعني ذلك؟ كما تحدثت قبل قليل قلت أن الفرق بين لفظة فوليت وفولك أسد هو أن الفولك أسد هو عبارة عن الحامض ولكن فوليت هو عبارة عن الآيون أي الآيون الذي سينتج من فقدان الفولك أسد لأتش واحدة فحينما يفقد الفوليت لأتش واحدة سيتحول إلى آيون سالب أن آيون يعني آيون سالب وهذا الآيون السالب يسمى فوليت هذا الفوليت أو الفولك أسد is made up of three different components سيتكون من ثلاثة أجزاء مختلفة هذه الأجزاء هو عبارة عن التردين درافاتف والفور أمينو بنزاويت ماذا يعني ذلك؟ التردين بحظ ذاته هو عبارة عن نوع من أنواع المركبات العضوية وأيضا الفور أمينو بنزاويت أيضا هو نوع من أنواع المركبات العضوية أما الغلوتاميت ريزيديوز فغلوتاميت هو عبارة عن أمينو أسد حينما يدخل الأمينو أسد في تركيب أي مركب على الإطلاق من ضمنها البروتينات الأمينو أسد تتجمع لكي تكون البروتينات فحينما يدخل الأمينو أسد نفسه في تركيب أي مركب على الإطلاق نسميه ريزيديو فنقول غلوتاميت ريزيديو ولكن لو أردنا أن نعبر عنه بطريقة منفصلة أي الأمينو أسد يكون منفصل باعتباره مركب مستقل بحظ ذاته فنقول غلوتاميت أو غلوتاميت أمينو أسد بهذه الطريقة فغلوتاميت ريزيديوز هو عبارة عن غلوتاميت أمينو أسد داخل في تكوين مركب معين فهذا هو عبارة عن التردين ديريفاتف مثل ما نلاحظ في هذا التأشير وهذا هو عبارة عن الفور أمينو فنزاويت أو في أمينو فنزاوك أسد ومرة أخرى فور أمينو فنزاويت هو عبارة عن الصيغة الأيونية للأمينو فنزاوك أسد كما هو الحال في الفوليت والفولك أسد وأخيرا سيكون لدي الغلوتاميت ومثل ما نلاحظ الفولك أسد يحتوي على one or more glutamate residues إذا من المحتمل أن أجد هنا أكثر من glutamate residue ولكن في هذا التركيب الكيميائي فأن الفولك أسد هنا يحتوي على glutamate residue 1 وكملخص للتركيب الكيميائي للفولك أسد فأن الفولك أسد يتكون من ثلاث مركبات متصلة مع بعضها البعض لكي تكون الفولك أسد وهذه المركبات الثلاثة تدخل في تكوين الفولك أسد باعتبارها محتويات للفولك أسد فمثل ما نلاحظ هذا التيريدين وهذا الفور أمينو بنزويك أسد أو بنزويات وهذا سيكون الغلوتاميت ريزيديو ومن المحتمل أن نجد أكثر من الغلوتاميت ريزيديو 1 والفوليت هو عبارة عن أنيون للفولك أسد وأريد أن أنوه لتفصيلة أخيرة قبل مغادرة هذا السلايد نلاحظ وجود هذا الرقم وأيضا هذا الرقم وليس هنا الكرقم أخرى ولكن هذا الرقم غير مهم عندي لا أريد أن تركزوا عليه ولكن ركزوا على هذا الرقم نلاحظ الرقم 10 وهنا N أي نايتروجين فهذه هي عبارة عن ذرة النايتروجين رقم 10 الموجودة في الفولك أسد في هذه الذرة سترتبط بعض الإضافات بعض الذرات الإضافية في الفولك أسد وستغير من اسم الفولك أسد يتحول إلى تيتراهايدروفوليت ويتحول إلى أمور أخرى بعد قليل سنتحدث عنها ولكن سيتغير تركيب الفولك أسد سيتحول إلى صيغة فعالة لذا في حالة مثلا أنه قال أنتن مثلين تيتراهايدروفوليت ماذا يعني هذه اللفظة ماذا تعني تعني ببساطة أن هناك مركب معين أو هناك ذرات معينة أو مجموعة فعالة ارتبطت بالفولك أسد بهذا الموقع بهذه النقطة من الفولك أسد وأيضا حينما يقول أنفايف مثل تيتراهايدروفوليت هذا يعني أنه ارتبطت مجموعة مثل أو مثل غروب بالفولك أسد بهذه النقطة من الفولك أسد فهذه النيتروجين ذرة النيتروجين هذه رقمها 5 فنحتاج أن نعلم هذه التفصيلة على وجه الخصوص فحينما يقول أنفايف أو أنتن فهذا يعني أن هناك مجموعة فعالة ارتبطت بالأنفايف يعني في هذه النقطة أو في الأنتن أي في هذه النقطة بالفولك أسد وحولت الفولك أسد من مركب غير فعال داخل الجسم إلى مركب فعال من صيغة إلى أخرى وبالتالي فإننا نستطيع أن نستخدم هذا المركب في تفاعلات كيميائية معينة سنتعرف عليها بعد قليل الآن كل ما أريد منك أن تركز فيه أن هذه هي عبارة عن أنفايف وهذه هي عبارة عن أنتن وهتان النقطتان هما نقاط ارتباط لمركبات أخرى أو لمجاميع أخرى بالفولك أسد الآن تعرفنا بشكل جيد على التركيب الكيميائي للفولك أسد بصراحة أنا لست مهتم بشكل كبير بالتركيب الكيميائي للفولك أسد ولكن بالحقيقة نحتاج إلى فهم التركيب الكيميائي للفولك أسد لكي نستطيع أن نفهم ما هي وظيفة الفولك أسد على وجه التحديد فنحن ندرس البايو كامستري والبايو كامستري تتعامل مع الجزيئات فعلينا أن نعلم ما هي التركيب الكيميائي على الأقل بصيغة بسيطة للمركبات التي نقوم بدراستها ولا تخافوا لستم بحاجة إلى حفظ أي تركيب كيميائي فقط أن تفهموا التركيب الكيميائي للفولك أسد وتطبع في أذهانكم بعض التفاصيل المهمة هذا هو كل المطلوب من التركيب الكيميائي للفولك أسد وبنهاية هذه المحاضرة ستكون قد أخذتم الزبدة من التركيب الكيميائي ولا أعتقد أنكم بحاجة إلى أن تفكروا مرة أخرى في التركيب الكيميائي للفولك أسد والآن سنتطرق إلى الفقرة الثانية عن الفولك أسد وهي عبارة عن functions and active form folates exist in many forms folates يعني فيه آيونات الفولك أسد التي هي عبارة عن أناون فموجودة بصياغ عدة في الطبيعة قلنا أن هناك folic acid هناك folate هناك أيضا أمور بعد قليل سنتطرق لها tetrahydrofolate, dihydrofolate, N5 مثل tetrahydrofolate and 5 and 10 مثلين tetrahydrofolate فهناك صياغ أخرى نحتاج إلى أن نعلم ما هي الصياغ هذه بالضبط وما الفرق بينها ولماذا هناك صياغ مختلفة فلنتعرف على هذه الصياغ the main circulating form is 5-methyl tetrahydrofolate الآن لنتفصل بهذه المعلومة main circulating الآن circulating يعني موجودة في الدم circulating من circulation فcirculating أي موجودة في الدم فالصيغة الأكثر تواجد في دمائنا هي عبارة عن 5-methyl tetrahydrofolate الآن اختصارا لم يقولوا N5 ولكن تبقى بنفس الصيغة أنها 5-methyl tetrahydrofolate أي هو عبارة عن folate ارتبط به التتراhydro وارتبط أيضا فيه مجموعة مثل هذه المجموعة مثل تكون موجودة تحديدا على ذرة النايتروجين رقم 5 الآن هذا المخطط سنتطرق له كثيرا مثل ما نلاحظ هنا من الدايت أي من الغذاء سنأخذ شيء نسميه folic acid الذي هو عبارة عن مركب عضوي الآن أنا تطرقت في الفيديو الأول لهذه النقطة أن لفظة vitamin هي عبارة عن لفظة مشروطة بالكائن الحي فالفولك أسد هو عبارة عن مركب كيميائي موجود في الطبيعة نحن نستخدمه كvitamin ولفظة vitamin بشكل عام هي عبارة عن لفظة تطلق على المركب العضوي الذي أستخدمه أنا في تفاعلات معينة وأحتاج إلى أن أأخذه من الغذاء لأنني لا أستطيع أن أقوم بتصنيع هذا المركب لذا فحينما نقول folic acid نقصد فيه المركب أي مركب folic acid مركب موجود في الطبيعة ولكن حينما نقول vitamin B9 يعني أننا نعتبر folic acid كvitamin نستخدمه في تفاعلاتنا الخاصة تفاعلات داخل أجسامنا هذا الفيتامين نحن لا نستخدمه كطاقة ولكننا نستخدمه في التفاعلات لإنتاج طاقة أو لتكوين مركبات معينة فالفيتامين B9 هو عبارة عن فيتامين من 13 فيتامين آخر موجود في أجسامنا ولكن يبقى هذا الفيتامين عبارة عن مركب عضوي موجود في الطبيعة لذا فمن الغذاء سنأخذ folic acid الذي هو عبارة عن مركب عضوي ولكن حينما يدخل إلى أجسامنا ونستخدمه نعتبره فيتامين B9 الفولك أسد بحفظاته ليس كافي لدينا نحتاج إلى أن نقوم ببعض التعديلات ببعض التحويرات على هذا الفولك أسد فسنقوم بإضافة هايدروجين لهذا الفولك أسد ونحوله إلى الداي هايدرو فولك أسد كيف سنقوم بهذه العملية؟ ببساطة سنقوم بها بالاستعانة بإنزايم معين والذي هو عبارة عن الداي هايدرو ريداكتيز الداي هايدرو ريداكتيز هو عبارة عن إنزايم سيقوم بعمل ريدكشن في الفولك أسد ويحوله إلى داي هايدرو فولك أسد وداي هايدرا أي أنه سيحتوي على ذرتين إضافيتين من الحيدروجين فالفرق ما بين الفولك أسد والداي هايدرو فولك أسد هو احتوائه على ذرتين إضافيتين من الحيدروجين وسأقوم بهذه العملية باستخدام الـ NADBH بلس بلس أيضا فهذا المركب سنتعرف عليه إن شاء الله في محاضرات قادمة هذا أيضا عبارة عن فيتامين هذا هو عبارة عن فيتامين B3 نحن نستخدم هذا الفيتامين بتحويل الفولك أسد أيضا إلى داي هايدرو فولك أسد لا تشغلوا أذهانكم كثيرا بهذا الفيتامين الجديد الداخل على هذه المحاضرة ولكن ما يهمنا هو أننا نأخذ الفولك أسد من الدايت ونقوم بتحويل الفولك أسد إلى داي هايدرو فولك أسد باستخدام إنزايم معين والذي هو عبارة عن الذي سيقوم بعمل ويحوله إلى وسنستخدم في هذه العملية ولكن لن نكتفي بهذه العملية نحتاج إلى عملية أخرى مماثلة بالضبط والتي هي عبارة عن تحويل الـ الآن تترة تعني أربعة وداي تعني أثنان فمن الواضح أن هناك ذرتين من الهايدروجين أضيفت إلى الداي هايدروفولك أسد وحولته إلى تتراهايدروفولك أسد وأيضا سأستخدم نفس الإنزايم الذي هو عبارة عن داي هايدروفوليت ريداكتيز وأيضا سأستخدم هذا الأيجنت الذي هو عبارة عن الناد بي أتش وكما قلت أيضا فهو عبارة عن بيتامين بي ثري أو نايسن ولكن من المؤكد أنها صيغة فعالة للفيتامين بي ثري ليس الفيتامين بي ثري حرفيا وأنما الصيغة الفعالة له لذا فنعود مرة أخرى بشكل سريع من الدايت سنأخذ الفولك أسد والفولك أسد سنقوم بتحويله إلى داي هايدروفولك أسد بالاستعانة بإنزايم معين والذي هو عبارة عن داي هايدروفوليت ريداكتيز وأيضا سنستخدم في هذا التفاعل ناد بي أتش وأيضا سنقوم بتحويل الداي هايدروفولك أسد إلى تترا هايدروفولك أسد أيضا بالاستعانة بالداي هايدروفوليت ريداكتيز وأيضا سأستخدم ناد بي أتش واحدة إضافية وسيصبح الناتج عندي في النهاية بعد هذه العمليات الناتج سيكون تترا هايدروفولك أسد وهذا التترا هايدروفولك أسد سيدخل في عمليات معينة داخل الجسم كما قلت أن التترا هايدروفولك أسد أو فيتامين بي ناين يساهم في تكوين خلايا الدم لذا مثل ما نلاحظ هذه هنا هذه عبارة عن أحد الصيغ الفعالة لهذا الفيتامين فمثل ما تلاحظون N10 N10 formal tetrahydrofolate أو tetrahydrofolic acid الآن tetrahydrofolate هو عبارة عن الأيون فلا أحتاج بعد إلى ذكر هذه النقطة برأخرى فأنتم صرتم تميزون ما بين التترا هايدروفولate والتترا هايدروفولك أسد فببساطة هذه ال N10 formal tetrahydrofolate هو عبارة عن نفس التترا هايدروفولate ولكن ارتبطت مجموعة formal سنتعرف بعد قليل ماذا يعني formal فارتبطت مجموعة formal في نقطة معينة في التترا هايدروفوليت والتي هي عبارة عن ال N10 التي هي عبارة عن ذرة النيتروجين رقم 10 مثل ما نلاحظ هنا هذه ذرة النيتروجين رقم 10 فأتت مجموعة formal ارتبطت هنا بهذه النقطة فتحول اسم التترا هايدروفولك أسد إلى N10 formal tetrahydrofolك أسد أما هنا فأيضا بنفس الطريقة ولكن هناك أمور معينة خاصة بهذه الصيغة سنتعرف عليه إن شاء الله أيضا بعد قليل ولكن ما يهلموني أن هناك N5 N10 مثلين tetrahydrofolate أي ارتبطت مثلين مجموعة مثلين التي هي عبارة عن CH2 بالN10 والN5 أيضا فارتبطت هذه المثلين بهذه الصيغة من الفولك أسد التي هي عبارة عن tetrahydrofolic acid أو tetrahydrofolate فتحول اسم المركب من tetrahydrofolic acid أو tetrahydrofolate إلى N5 N10 مثلين tetrahydrofolate وأخيرا مثل ما تلاحظون فلدينا الN5 مثل tetrahydrofolate هذه أيضا صيغة أخرى من المركب نفسه من الفولك أسد وهنا ارتبطت مجموعة مثل بالN5 بذرة النيتروجين رقم خمسة من هذا التتراهايدروفوليت هذه هي عبارة عن الN5 فتأتي هنا المثل وغروف وترتبط بهذه الN5 فيصبح المركب اسمه 5 مثل أو N5 مثل tetrahydrofolic acid أو tetrahydrofolate وكل صيغة من هذه الصيغ الفعالة من نفس الفيتامين تدخل في عملية خاصة فمثلا هنا purine synthesis التي هي عبارة عن أنواع من الNucleotides وأيضا هنا thiamidine monophosphate synthesis and serine synthesis from glycine أيضا هذه عمليات معينة أيضا عمليات تكوين Nucleotides وأمليات تحويل amino acids من صيغة أو من amino acid إلى amino acid آخر فأيضا تعتبر أحد عملية تصنيع الامينو acid كما تعلمون أن الامينو acid هناك essential هناك non-essential الن-essential نستطيع أن نحن أن نقوم بتصنيعها نأخذ essential من الغذاء ونقوم بتحويلها إلى non-essential أو بطريقة معينة تعرفنا عليها في محاضرات البروتينز ولكن ما يهمني أن باستخدام هذا الفيتامين نقوم بتحويل amino acid إلى amino acid آخر هذا هو المهم من هذا السلايد وأخيرا أيضا هذه الصيغة الفعالة الأخيرة نستخدمها في الماثيونين synthesis from homocysteine أي نستخدمها في عملية معينة سنتعرف عليها أيضا بعد قليل لذا حينما نعود لهذه الفقرة the main circulating form is 5 مثل تترا هيدروفوليت يقصد أن هذه الصيغة الفعالة التي نتجت بعد هذه العمليات كلها فهذه الصيغة هي الصيغة الأكثر تواجدا داخل الدورة الدموية وباعتبار أن هذه الصيغة مميزة لهذا الفيتامين فنتعرف على الماثل غروب الماثل غروب هي عبارة عن CH3 هنا CH3 وهي عبارة عن ذرة كارفون مرتبط فيها ثلاث ذرات هيدروجين هذا يعتبر مركب عضوي أو جزء من مركب عضوي يسمى مثل غروب تعرفنا عليه في الكيمياء العضوية حينما كنا ندرس الكيمياء العضوية وربما سندرسها في يوم من الأيام على هذه القناة ماذا يعني ذلك تاني الصيغة الطبيعية من الفولك أسد أي تميل لعمل أكسديشن الآن ماذا يعني أكسديشن أكسديشن ببساطة تعني أكسد أقوم بأكسدة هذه المادة فأحولها من صيغة إلى صيغة وعملية الأكسدة بحذاتها تتم بثلاث طرق أما انتزاع هايدروجين من هذا المركب أو انتزاع أليكترون من هذا المركب أو إضافة أوكسجن لهذا المركب هذه الطرق الثلاثة تؤدي بالنهاية إلى عمل أوكسديشن لهذا المركب فالفولك أسد هنا يتحول بشكل طبيعي إلى لأن يتحول إلى فوليت وليس الفولك أسد فقط وأنما أيضا التتراهايدروفولك أسد أيضا لديه ميل لأن يتحول إلى تتراهايدروفوليت وأيضا الدايهايدروفولك أسد أيضا لديه ميل لأن يتحول إلى دايهايدروفوليت ويتم ذلك من خلال فقدان هايدروجين ذرة هايدروجين وسنتحدث عن الأكسجيشن وريدكشن حينما نتحدث عن الناد VH والفاد أيضا أجته والمعلومة الأخيرة من هذا المخطط هو هذا الميثوتريكسيت أيضا هذا الميثوتريكسيت ماذا يعني هذا الميثوتريكسيت الميثوتريكسيت عبارة عن علاج كيميائي هذا هو عبارة عن العلاج الكيميائي الذي يأخذه بعض مرضى السرطن هذا الميثوتريكسيت سيأتي ويرتبط بالدايهايدروفوليت ر posts ويمنى الداي هايدروفوليت ريداكتيز من أن يقوم بعملية الريدكشن للفولك أسد ويحوله إلى داي هايدروفولك أسد وبالتالي لا أستطيع أن أقوم باستخدام هذا الفولك أسد داخل الجسم لأنني ببساطة لم أستطع تحويل الفولك أسد إلى تترا هايدروفولك أسد وإلى هذه الصيغ الثلاثة وأستخدمه بهذه العمليات المهمة جدا في الجسم الآن السؤال إذا كان هذا المركب مهم جدا وهذا الفيتامين مهم جدا فلماذا أن أعطي ميثود ركسيد الجواب ببساطة لأن الخلايا السرطانية أيضا ستستخدم الفولك أسد فأنا أريد أن أمنع الخلايا السرطانية هذه من التكاثر لذا فأمنع عنها الفولك أسد وكيف أمنع عنها الفولك أسد؟ حينما أعطي ميثود ركسيد الذي يمنع تحول الفولك أسد إلى الصيغ الفعالة للفولك أسد ومن المؤكد أنني سأضر بالجسم نعم أنني سأقوم بتوقيف تكاثر الخلايا السرطانية ولكن بالمقابل أيضا سأضر بالجسم بنقاط معينة فيحصل لدي أنيميا في الجسم التي عبارة عن فقر الدم بسبب تقص فيتامين بيناين أو الفولك أسد يحصل تساقط في الشعر يحصل كثير من التفاصيل التي لابد أن رأيناها بمرضى الصرطان وأخيرا هذه المعلومة جاءت متأخرة فولك أسد is the staple synthetic form يعني أن الفولك أسد هو عبارة عن الصيغة التي نقوم نحن بتصنيعها حينما نعطي مريض معين لديه نقص بالفولك أسد نعطيه فولك أسد فأننا نعطيه الفولك أسد نفسه بمعنى أننا نقوم كشركات نحن البشر نقوم باستخدام شركات صناعة الأدوية نقوم بصناعة الفولك أسد نفسه فحينما نقول فولك أسد فهذه أيضا صيغة مستخدمة في الصيدليات باعتبارها مكمل غذائي ليس فقط مركب موجود في الطبيعة وملخص لهذا السلايد نحن نقوم بأخذ الفولك أسد من الغذاء لا نستطيع أن نقوم بتصنيعه ونقوم بتحويل هذا الفولك أسد إلى صيغة فعالة أو إلى صيغة فعالة من خلال هذا الفاثوي أو هذه العمليات بالنهاية أحصل على تتراهايدروفولك أسد والتتراهايدروفولك أسد أقوم بإضافة مجاميع فعالة إضافية على هذا التتراهايدروفولك أسد وأحوله إلى هذه الصيغة الثلاثة وهذه الصيغة الثلاثة تدخل في تفاعلات كيميائية مهمة جدا داخل الجسم والصيغة الأكثر تواجدا من هذه الصيغة الثلاثة هي الفايف مثل تتراهايدروفوليت الأكثر تواجدا داخل الدم وأكثر صيغة صناعية من الفوليت أو من الفيتامين بي ناين هو عبارة عن الفولك أسد فحينما أذهب إلى الصيدلية وأقول لها أنني أريد فولك أسد فهي هذه بالضبط الصيغة الصناعية لهذا الفيتامين الآن فوليت works as a methyl donor مثل دونر أي هذا الفوليت وضيفته داخل الجسم بأن يمنح مثل جروب يعطي مثل جروب لمركبات أخرى وبالنهاية أقوم بتصنيع مركبات أخرى من خلال إعطاء الفوليت لهذه المثل جروب والمثل جروب هي عبارة عن CH3 كما تحدثت قبل قليل ففوليت works as a methyl donor for cellular methylation cellular methylation مثل دونر أو مثل بحد ذاتها مثل ما قلت هي عبارة عن CH3 فمثل جروب هي عبارة عن إضافة مثل جروب لمركب معين فمثل دونر هو عبارة عن مركب يعطي مثل جروب مثل هي عبارة عن العملية التي أقوم من خلالها بإضافة مثل جروب على مركب معين أيضا لدي ديمethylation والتي هي ببساطة أقوم بانتزاع مثل جروب من مركب معين فنستخدم هذا الفوليت في cellular methylation and protein synthesis كما تعرفنا هنا قبل قليل قلنا أننا نستخدم هذه الصيغة من التتراهايدروفوليت نستخدمها في تكوين سيرين من الجليسين أيضا الفوليت directly involved in DNA and RNA synthesis وذلك من خلال هذه العملية مثل ما نلاحظ هنا هذه الأنتن formal tetrahydrofolيت أستخدمها بتكوين الفورين وأيضا هنا الأنتن مثلين tetrahydrofolيت أيضا أستخدمها في تكوين الثياميدين منفوسفيت وسنتعرف على هذه الأمور إن شاء الله في محاضرات متفصلة في المستقبل حينما نتحدث عن الDNA والRNA synthesis هنا في هذه المحاضرة سأشير لهذه العملية ولكن ما يهمني هو بماذا أستخدم الفولك أسد ليس بالضبط هذه العمليات كيف تتم ولكن المهم عندي الآن حينما تسأل أنت الآن كطالب طب أو كمهتم بالبايكامستري فحينما تسأل ما هي وظيفة فيتامين بي ناين أو ما هي وظيفة الفولك أسد فتقول أنه يستخدم كمثل دونر ماذا يعني مثل دونر؟ أي أنه يمنح مثل غروب التي هي عبارة عن CH3 ويتم ذلك بعملية نسميها methylation التي هي عبارة عن إضافة مثل غروب على مركب معين وأيضا أستخدم الفولك أسد في تكوين البروتينات وأيضا في تكوين أمينو أسد من أمينو أسد أخرى والشيء الأهم على الإطلاق هو أنني أستخدم الفولك أسد أو فيتامين بي ناين بتكوين الدي نا وتكوين الأراني يعني أن الاحتياج للفولك أسد يزداد حينما تصبح الأنثى حامل فحينما تحمل الأنثى بجنين في داخل بطنها فسيزداد الاحتياج للفولك أسد لأن الجنين سيستخدم الفولك أسد بكثرة في تكوين الدي نا وتكوين الأراني لأن ببساطة لأن أكثر الحالات التي يتم فيها تكوين ال-DNA حينما تنقسم الخلايا بكميات كبيرة وهذا يتم حينما نقوم بتكوين جنين فيتم بالتكوين الجنيني لذا كملخص ويعاد بعض الشيء لما تقدم فالتتراهايدروفوليت هو عبارة عن Reduced coenzyme form of folate Reduced يعني أننا قمنا بعملية Reduction مثل ما تلاحظون هنا قمنا بعملية Reduction للفولك أسد وحولناه إلى التتراهايدروفولك أسد أو التتراهايدروفوليت ونقول coenzyme أي أن التتراهايدروفوليت هو عبارة عن coenzyme co تعليم مساعد وإنزام يعني أنزيم معين وهذا التتراهايدروفوليت receives one carbon fragments from donors أي أن هذا التتراهايدروفوليت سيأخذ مثل غروب سيأخذ CH3 من مركب معين ويعطيه إلى مركب آخر والمركبات التي سيأخذ منها التتراهايدروفوليت هذه المثل غروب فهي عبارة عن serine glycine وهستدين أي أنه سيقوم بأخذ المثل غروب من نوع معين من أنواع الأمينو أسد هذه السيريني غلايسين أو غلايسين والهستدين هي عبارة عن نوع من أنواع الأمينو أسد وبالتالي سيقوم هذا التتراهايدروفوليت بنقل هذه المثل غروب أي سيقوم بنقل هذه المثل غروب إلى مركب آخر ويتم ذلك وأقوم باستخدام هذه المثل غروب بتكوين الأمينو أسد بتكوين الفيورين بتكوين الثايميدين وسنتعرف على هذه العمليات بشكل مختصر بهذه المحاضرة وفي المستقبل ستكون هناك محاضرات مخصصة لالبيورين سينثيس والثايميدين مونوفوسفيت سينثيس الآن نحن تعرفنا على وظيفة الفولك أسد بشكل مختصر وتعرفنا على بعض التفاصيل المتعلقة بوظيفة الفولك أسد وعلمنا أن الفولك أسد مهم جدا في تكوين الـ DNA وتكوين الـ RNA وتكوين بعض البروتينات ولو فكرنا قليلا في الموضوع ونتخيل ما هي الأنسجة التي تحتاج إلى الـ DNA بشكل كبير تحتاج إلى الانقسام بشكل كبير فنجد خلايا الدم تحتاج إلى الانقسام بشكل كبير فعدد خلايا الدم الحمر هو 2.5 تريليون خلية اعتذر على هذا الخطأ اللفظي في رقم الـ RBCs هو ليس 2.5 تريليون RBCs وإنما 25 تريليون RBCs أي 25 تريليون RBCs وهذا الفراكراف نصد من غايتن الذي هو عبارة عن المصدر الأول بالنسبة لي بالفيزيولوجي يقول أن عدد خلايا الجسم البشري بالكامل تتراوح ما بين 35 إلى 40 تريليون human cells بينما الـ RBCs وحدها تشكل 25 تريليون RBCs 25 تريليون RBCs ولفظة تريليون هي عبارة عن 10 أس 12 أي أن الـ RBCs عددها في الجسم البشري هي عبارة عن 25 مضروبة في 10 أس 12 10 raised to the power 12 أي 1 وعلى الجنب الأيمن له 12 صفرا في حين أن ما تبقى من خلايا الجسم لا يصل إلى هذا العدد فنستطيع أن نتصور أن الخلايا التي تقوم بالانقسام بشكل مستمر هي أكثر الخلايا التي تتضرر وأول هذه الخلايا هي الـ RBCs أو خلايا الدم الحمر أكثر الخلايا تتضرر من النقص الحاصل في فيتامين B9 أو الفولك أسد لذا أتمنى أن نتابع وبشغف هذه المحاضرة والسلايد القادم هو عبارة عن مخطط لتوضيح فكرة المثاليشن والمثال دونر وإلى آخر من هذه التفاصيل وسيكون شيء لطيف على ما أعتقد الآن هذا السلايد بصراحة كلفني وغد ليس بالقليل هذا السلايد سيوضح فكرة المثال دونر والمثاليشن وإلى آخر من هذه التفاصيل فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التتراهايدروفوليت عبارة عن مركب كيميائي موجود داخل أجسامنا نستخدمه في تفاعلات معينة هذه التفاعلات المعينة تتطلب المثل والمثل نحن سنأخذه من مركب آخر الذي هو عبارة عن السيرين السيرين هو عبارة عن نوع من أنواع الأمينو أسد هذا السيرين يملك CH3 الذي هو عبارة عن المثل جروب سيقوم التتراهايدروفوليت بأخذ هذه المثل جروب فهناك معركة ستحصل ما بين التتراهايدروفوليت والسيرين النتيجة من هذه المعركة أن الفوليت سيأخذ هذه الـ CH3 هو دائما يأخذ الـ CH3 بصراحة لأن الفوليت لا يستطيع أحد أن يقاومه وبالنهاية سينتج لدي تتراهايدروفوليت معه مثل جروب وهذه المثل جروب سترتبط بذرة النيتروجين رقم 5 لذا فسيتحول التتراهايدروفوليت إلى 5-مثل تتراهايدروفوليت الآن حتى الآن فأن التتراهايدروفوليت أخذ مثل جروب من السيرين السيرين تحول إلى شيء آخر ولكن هذا ليس مهم لدينا الآن المهم أن من هذه العملية نتج لدي 5-مثل تتراهايدروفوليت الذي هو عبارة عن تتراهايدروفوليت يملك مثل جروب في ذرة النيتروجين رقم 5 لذا فأن التتراهايدروفوليت الآن يملك مثل جروب أي أنه يستطيع أن يعطي مثل جروب لذا فسيعتبر هنا التتراهايدروفوليت أو الفايف مثل تتراهايدروفوليت عبارة عن مثل دونر أي عبارة عن مركب يستطيع إعطاء مثل جروب التي هي عبارة عن CH3 فسيدخل هذا الفايف مثل تتراهايدروفوليت في تفاعل معين مع الهوموسستين وسيحول الهوموسستين إلى مثيونين فالفرق ما بين الهوموسستين والمثيونين هو CH3 فالآن الهوموسستين هو أحد المركبات التي تستقبل المثل جروب وحينما تستقبل المثل جروب فإنها تتحول إلى مثيونين ولكن هذه العملية تتطلب أيضاً فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 أيضاً يسمى بالكوبالامن إن شاء الله سنتعرف عليه بالمحاضرة القادمة وسينتج أيضاً من هذا التفاعل تتراهايدروفوليت فقد المثل جروب الذي كان يملكها لذا فإن التتراهايدروفوليت حينما قاتل السيرين على المثل جروب وقام بأخذ المثل جروب من السيرين فإنه لم يقاتل لأجل نفسه وإنما قاتل لأجل أن يعطي المثل جروب للهوموسستين لكي يحول الهوموسستين إلى مثيونين وإيضاً باعتبار أن الفيتامين بي 9 والفيتامين بي 12 أصدقاء فقام الفيتامين بي 12 بمساعدة الفولك أسد بهذه المهمة وفي النهاية عاد التتراهايدروفوليت إلى حاله الأول الآن في هذا التفاعل فإن التتراهايدروفوليت هنا يعتبر مثل ريسيفر مثل ريسيفر أي أنه استقبل مثل أجروب ولكن التتراهايدروفوليت في هذا التفاعل يعتبر مثل دونر أي أنه أعطى مثل أجروب إلى الهوموسستين وهنا السيرين تعرض لعملية نسميها ديمثليشن أي أنه تم انتزاع مثل أجروب من السيرين وهنا في هذه الحالة فإن التتراهايدروفوليت خضع لعملية نسميها مثليشن أي أنه استقبل مثل أجروب وقام هذا الفايف مثل تتراهايدروفوليت بعمل مثليشن للهوموسستين وتحول الهوموسستين إلى مثيون وبسبب هذا الشيء أيضا فتعرض التتراهايدروفوليت مرة أخرى أو عمليا تعرض الفايف مثل تتراهايدروفوليت مرة أخرى لعملية ديمثليشن أي قمنا بانتزاع المثل جروب من الفايف مثل تتراهايدروفوليت وعطيناها إلى الهوموسستين وحولناه إلى مثيونين الآن أنا استخدمت عدة مصطلحات منها مثل ريسيفر منها مثل دونر منها مثليشن منها ديمثليشن لا يكون لدي مثل دونر إلا أن يكون لدي مثل ريسيفر أي حينما يعطي مركب معين مثل جروب فيحتاج إلى وجود مركب آخر يستقبل هذا المثل جروب وأيضا حينما تتم عملية المثليشن فأنها تحتاج إلى أن تحصل عملية أخرى في نفس الوقت وهي الدي مثليشن أي نقوم بأخذ مثل جروب من مركب معين فنقول أننا عملنا ديمثليشن لهذا المركب ونضيف هذه المثل جروب إلى مركب آخر فنقول أننا قمنا بعمل مثليشن لهذا المركب الآخر لذا فيقال أن الدي مثليشن والمثليشن كلاهما يتم بنفس الوقت كما هو الحال في عملية الأوكسيديشن ريداكشن رياكشن فإنها تتم أيضا بنفس الوقت الأوكسيديشن تتم بنفس الوقت التي تتم فيه الريداكشن وفي النهاية هذا المخطط يوضح كل شيء تقريبا مثلا نلاحظ هذا الهوموسستين تحول إلى ميثيونين وذلك من خلال أنزيم معين يسمى ميثيونين سنتيز أي الإنزيم المكون للميثيونين ولكي يعمل هذا الإنزيم يحتاج إلى وجود الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت فوظيفة هذا الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت هو أعطاء مثل أوروب وهنا أحتاج إلى وجود الفيتامين بي 12 سنفهم إن شاء الله ما هو دور الفيتامين بي 12 في هذه العملية في الفيديو القادم لذا فأن التتراهايدروفوليت هو عبارة عن مثل ترانسبورتر أو يسمى CH3 ترانسبورتر أي ناقل للـ CH3 أو ناقل للمثلوق لذا من المخطط السابق صرنا نعرف ماذا يعني أن التتراهايدروفوليت أي استقبل ذرة كربون من مركبات أخرى تعطي هذه الكربون والتي هي عبارة عن سيرين أحد الأمثلة غلايسين وهستيدين وأيضا صرنا نعرف أن التتراهايدروفوليت يقوم بنقل هذه المثلوق أو ذرة الكربون هذه إلى مركبات أخرى لكي يقوم بتكوين أمينو أسيتس جديدة أو أبيورينز أو ثاياميندين منفلسفيت الآن هذا المخطط يلخص كل ما تم ذكره سابقا فمثل ما نلاحظ هنا دايتري سورسز أي عبارة عن مصادر غذائية تحتوي على الفولك أسيد فأخذت الفولك أسيد منها أو الفوليت وقمت بتحويل الفوليت أو الفولك أسيد إلى دايهايدروفوليت أو دايهايدروفولك أسيد وذلك باستخدام الدايهايدروفوليت ريداكتيز ومن ثم أيضا قمت مرة أخرى بتحويل الدايهايدروفوليت إلى تتراهايدروفوليت باستخدام نفس هذا الإنزيم الذي هو عبارة عن دايهايدروفوليت ريداكتيز ومن ثم قمت بتحويل هذا التتراهايدروفوليت إلى N5-N10 مثلين تتراهايدروفوليت وهذا المركب استطيع أن أقوم بتحويله إلى ال5-مثل تتراهايدروفوليت أو أقوم بتحويله إلى N10-formal تتراهايدروفوليت الآن ال5-مثل تتراهايدروفوليت يدخل في عملية تكوين المثيونين مثل ما نلاحظ Activated Methyl Cycle والمثيونين أيضا بدوره يدخل في تكوين الكاتيكولامينز وهذه الكاتيكولامينز هي عبارة عن نوع من أنواع الـ Neurotransmitters أو النواقل العصبية التي توجد ما بين الخلايا العصبية والخلايا العصبية والغدد والخلايا العصبية وأيضا العضلات لذا فأن الفولك أسد بشكل عام مهم بعملية نقل الإعازات العصبية بين الخلايا العصبية وأيضا مثل ما نلاحظ هذا الـ N5-N10-Methylene Tetrahydrofolيت سنتحول إلى N10-Tetrahydrofolيت وهنا سأقوم باستخدامه بـ Burane Synthesis وهو أحد أنواع الـ Nucleotides التي أستخدمها في تكوين الـ DNA وأيضا هذا الـ N5-N10-Methylene Tetrahydrofolيت أيضا أستطيع أن أستخدمه في تكوين الـ Thiamidine Monophosphate وفي النهاية أستطيع أن أكون من خلاله بيرميدين أي أقوم بعملية الـ Burane Synthesis وهي أيضا أحد أنواع الـ Nucleotides التي أستخدمها في تكوين الـ DNA وأيضا الـ RNA لذا فأن هذا المخطط يشرح كل شيء تقريبا تطرقت في بداية هذا الفيديو إلى مصطلح One Carbon Metabolism ووضعت علامة استفهام بين قوسين بجانب مصطلح One Carbon Metabolism الآن سيتم الإجابة على هذا السؤال أو على علامة الاستفهام هذه قيام التتراهايدروfolيت بنقل مثل قروب من مركب إلى آخر هذه بالضبط تسمى One Carbon Metabolism أي القيام بعمليات أيضية الميتابوليزم يعني الأيض فالقيام بعمليات أيضية من خلال نقل ذرة كاربون واحدة فالآن حينما يقوم الفايف مثل تتراهايدروfolيت بتحويل الهوموسستين إلى مثيونين فهذه تعتبر أحد الـ One Carbon Metabolism لذا فبالحقيقة أن هذا المخطط هو عبارة عن نفس المخطط السابق قبل قليل ولكن بالإضافة إلى بعض التفاصيل أنا لن أتطرق على هذه التفاصيل ولكن سأترك الموضوع لكم بأن تطلعوا على هذه الرموز وهذه الأسماء وهذه التفاصيل لأنني بالفعل قد تطرقت لها جميعها قبل قليل ولكن ما أود أن أؤكد عليه أن معنى One Carbon Metabolism هو ببساطة نقل هذه المثل القروب من مركب إلى آخر وبالتالي تحويل مركبات معينة إلى مركبات أخرى وهذه الOne Carbon Metabolism عملية مهمة جدا فلولا هذه العملية لا أستطيع أن أكون الـ DNA ولا أستطيع أن أكون الـ RNA ولا أستطيع أن أكون بعض الـ Neuro Transmitters بعض النواقل العصبية ولا أستطيع أن أقوم بتحويل بعض أنواع الأمينو أسيدس إلى أنواع أخرى لذا فنحتاج أن نفهم أن هذه الـ One Carbon Metabolism عملية مهمة جدا وقد تعرفنا بالفعل ماذا تعني الـ One Carbon Metabolism الآن بصراحة هذا المخطط هو أهم مخطط به هذه المحاضرة وقد تعرفنا على هذا المخطط بما يكفي ولكن سيكون هناك إضافة بسيطة لكي نتصور من خلال هذه الإضافة البسيطة أين بالضبط توضع المثل جروب والمثلين جروب والفرن جروب أقدم لكم هذه القناة جاي جاي مادسون بصراحة أخذت بعض المخططات من هذه القناة وفي أيام الاستعداد للامتحان كانت هذه القناة صاحبة فضل كبير بصراحة علي في دراسة بعض التفاصيل بصراحة فهي قناة تستحق الاشتراك لذا أتمنى منكم أن تأخذوا فكرة عن هذه القناة هذا لا يعتبر إعلان لهذه القناة ولكن أحببت أن أنصحكم بقناة جيدة للدراسة وإيضا للأمانة العلمية فهذه القناة تعتبر أحد مصادر هذا الفيديو وتجدون رابط هذه القناة أسفل في وصف الفيديو أسمع الكثير من الطلاب يرددون أن البايك هامستري مادة معقدة مادة لعينة مادة مزعجة مادة لا تفهم مادة صعبة وإلى آخره من هذه التفاصيل ولكن في الحقيقة هي ليست بهذا السوء وحينما ندرس البايك هامستري بطريقة جيدة فنلاحظ أنها تصبح ممتعة بالحقيقة أنا أستمتع بدراسة البايك هامستري وهذه المادة لها أهميتها ولها قيمتها الكبيرة لأنها ببساطة تدخل إلى العماق وتفسر كل شيء على مستوى جزيء بحيث أنك تشعر أنك تبدأ بالأمور من الصفر ولا ما أعتقد هذا من أجمل الأشياء وكما تلاحظون من هذه المحاضرة أن العلم يصبح سهل وممتع حينما نعطي الوقت الكافي والجهد الكافي لفهم العلم وصدقني أنك ستشعر بالارتياح حينما تفهم التفاصيل المطلوب فهمها وتأخذ النظرة المطلوب أن تأخذها عن العلم وبصراحة لن يتم هذا بدون أعطاء الوقت الكافي والجهد الكافي ولكن مع مرور الزمن ستلاحظ أنك تحتاج إلى وقت أقل وإلى جهد أقل ففي الحقيقة الموضوع برمته هو تعلم طريقة صحيحة في الدراسة ليس بالضرورة أعطاء الوقت فقط والجهد فقط هو الشيء الكافي وإنما تحتاج إلى طريقة معينة بالدراسة وفي المستقبل ستتطور وستصل إلى مراحل في بعض الأحيان تستغرب أنك كنت قادر من الوصول إليها نكمل المحاضرة مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التتراهايدروفوليت هذا بالكامل هو عبارة عن التتراهايدروفوليت وكما تعلمون أن هذا يعتبر تيردين وهذا يعتبر الفور أمينو بنزويك أسد أو بنزويت وهذا هنا عبارة عن الالغلوتاميت ريزديون وهذه عبارة عن الـ N10 أو ذرة النيتروجين رقم 10 وهذه عبارة عن الـ N5 أو ذرة النيتروجين رقم 5 فحينما أقول N5 مثل تتراهايدروفوليت فهو ببساطة إضافة مثل أغروب على هذه الـ N5 فهنا بدل ما يكون مرتبط بها H فيتم انتزاع هذه الـ H ووضع بدل هذه الـ H CH3 مثل ما نلاحظون هذه N5 قمنا بانتزاع الـ H منها ووضعنا بدل الـ H CH3 فأصبح اسم هذا المركب كله بدل تتراهايدروفوليت يكون N5 مثل تتراهايدروفوليت الآن نحن نتحدث كمستري بالحقيقة وليس كبايو كمستري كيميا حياتية ولكن ما يهمني أن نفهم ماذا يعني 5 مثل تتراهايدروفوليت ماذا يعني مثلاتيشن ماذا يعني ديمثالاتيشن ماذا يعني مثل دونر ماذا يعني مثل ريسيفر هذه الأمور ما يهمني أن تفهموها من هذا الفيديو لأن هذا هو صلب وظيفة الفولك أسد فهنا هذا التتراهايدروفوليت حينما قمت بإعطائه مثل جروب فأعتبر مثل ريسيفر وهنا فهذا التتراهايدروفوليت الآن قادر على إعطاء مثل جروب لذا أستطيع أن أعتبره في تفاعلات معينة مثل دونر أما هذه الصورة مثل ما تلاحظون فهنا هذه الـ N10 هذه الـ N5 هذان الذرتان من الـ Nitrogen سيرتبطان مع بعضهما البعض بمثلين جروب مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن المثلين جروب التي هي عبارة عن CH2 فهنا الـ CH2 لديها نقطتين ارتباط بينما الـ CH3 لديها نقطة ارتباط واحدة فهذه الـ CH2 سترتبط بالـ N10 وسترتبط أيضا بالـ N5 ولهذا السبب نقول على المثلين تتراهايدروفوليت N5 N10 مثلين تتراهايدروفوليت الآن مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ N10 formal tetraهايدروفوليت الآن هذا هو التتراهايدروفوليت وهنا هذه عبارة عن الـ N10 فالآن هذه الـ N10 سيرتبط بها CHO هذه الـ CHO تسمى formal group فتم انتزاء ذرة هايدروجين هنا من هذه الـ N10 ووضعنا بدل من ذرة الهايدروجين مجموعة formal لذا فأسمينا هذا التتراهايدروفوليت بعد هذا التعديل على التركيب الكيميائي له أسميناه N10 formal tetraهايدروفوليت وأخيرا ولكنه ليس موضوع هذه المحاضرة بالحقيقة ولكن لإصال الفكرة أيضا فمثل ما نلاحظ هنا هذا عبارة عن N5 N10 مثل التتراهايدروفوليت مثل الآن إضافة CH فقط CH فلثم نلاحظ هنا هذه الـ N10 مرتبطة بها CH وهنا أيضا هذه الـ N5 مرتبطة بها CH أيضا ولكن بآصرتين ليس بآصرة واحدة هذا الخط الواحد نسميه آصرة بالكيمياء العضوية فالآن صرنا نعلم أن النقاط الفعالة لدى التتراهايدروفوليت هي الـ N10 والـ N5 في بعض الأحيان تستخدم كلا هاتين النقطتين الفعالتين تستخدم الـ N10 وتستخدم الـ N5 وفي بعض الحالات تستخدم الـ N5 فقط وفي بعض الحالات الأخرى تستخدم فقط الـ N10 فصرنا نعلم هذه التفاصيل على ما أعتقد بطريقة مبسطة الآن هذا المخطط يعتبر مراجعة لما تم ذكره سابقا لكي أتأكد من أن الموضوع قد فهم عن آخره مثل ما نلاحظ هذا المركب هو عبارة عن الـ N5 مثل تتراهايدروفوليت وهذا يعني أن هناك مثل أغروب ترتبط بالتتراهايدروفوليت بنقطة معينة هي عبارة عن الـ N5 مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن المثل أغروب ترتبط بالـ N5 من التتراهايدروفوليت وهنا أيضا لديه N5-N10 مثلين تتراهايدروفوليت هو ببساطة وجود مثلين أغروب ترتبط بالـ N10 والـ N5 من التتراهايدروفوليت وذلك لأن هذه المجموعة الفعالة التي هي المثلين أغروب تستطيع الارتباط بنقطتين بالتتراهايدروفوليت والآن هذه الـ N5-N10 مثل تتراهايدروفوليت أيضا هي عبارة عن مجموعة فعالة تستطيع الارتباط بالتتراهايدروفوليت بنقطتين التي هي N10-N5 وأيضا هذا المركب الذي هو عبارة عن الـ N5-Formal Tetraهايدروفوليت هو عبارة عن تتراهايدروفوليت ارتبطت به formal group التي هي الـ CHO بنقطة معينة من هذا التتراهايدروفوليت هذه النقطة هي الـ N5 أي ذرة الـ Nitrogen رقم 5 من هذا التتراهايدروفوليت وأيضا هنا الـ N10-Formal Tetraهايدروفوليت هي عبارة عن formal group ارتبطت بالـ N10 من التتراهايدروفوليت وأخيرا فأن الـ N5 لا أستطيع أن ألفظ هذه الكلمة تتراهايدروفوليت وليس مهم لأننا لا نحتاجها على ما أعتقد في الجسم وليست موضوع هذه المحاضرة ولكن ما يهمني أن الـ N5 هذه الكلمة تتراهايدروفوليت فهي ببساطة هذه المجموعة ارتبطت بالتتراهايدروفوليت بنقطة الـ N5 أي مرة أخرى بذرة الـ Nitrogen رقم 5 من التتراهايدروفوليت الآن هذا المخطط يشرح تقريبا نفس الأمور التي تضرغنا لها قبل قليل سأترك هذا المخطط لكم لكي تبحثوا فيه وتفهموا بعض تفاصيله قمت بشرح هذا المخطط بالكامل ولكن تركته لكم لكي تستطيعون أن تناقشوا معلوماتكم وتختبروا أنفسكم الآن هذا أيضا شيء إضافي مثلما نلاحظ مثل الـ Group هي CH3 ومثلما نلاحظ هنا لديه Aldehyde الآن Aldehyde هو مصطلح يطلق على مركبات معينة تحتوي في تركيبها على الـ CHO الآن ما يهمني أن Formal Group في بعض الأحيان أيضا تسمى Aldehyde Group وهذه Formal Group هي عبارة عن CHO هنا CHO هنا ليس هناك C وهناك فقط OH ولكن في هذه النقطة تكون LC لذا بالاستناد على هذه المعلومة فحينما يستقبل التتراهايدروفوليت Formal Group فيعتبر Aldehyde أي يعتبر نوع من أنواع المركبات العضوية تسمى Aldehyde الآن سندخل في موضوع مهم وهو مساهمة الفولك أسد في تكوين الـ DNA كيف يساهم الفولك أسد في تكوين الـ Purines وفي تكوين الـ Pyramidines ولكن قبل ذلك علينا أن نستذكر ما هي الـ Purine وما هي الـ Pyramidine الفيورين والـ Pyramidine هي عبارة عن القواعد النتروجينية التي يتكون منها الـ DNA فالفيورين والـ Pyramidine كلاهما أنواع من الـ Nucleotides والـ Nucleotides هي عبارة عن الوحدات البنائية للـ DNA وهي تماثل فكرة الأمينو أسد والـ DNA فالأمينو أسد هي الوحدات البنائية للبروتين والـ Nucleotides هي الوحدات البنائية للـ DNA والـ RNA ولكن هذه الـ Nucleotides تقسم إلى نوعين النوع الأول وهو الـ Purines والنوع الثاني وهو الـ Pyramidines الـ Purines وهي عبارة عن الأدنين والقوانين وكلاهما يدخل في تصنيع الـ DNA والـ RNA ولكن فيما يخص الـ Purimidine فلدي ثلاث أنواع من الـ Purimidines Thymine, Cytocine و Euracel والـ Thymine موجود حصرا في الـ DNA والـ Euracel موجود حصرا في الـ RNA والـ Cytocine هو عبارة عن Purimidine مشترك ما بين الـ DNA والـ RNA وسندخل بهذه التفاصيل إن شاء الله في محاضرات خاصة عن الـ DNA ولكن نحتاج إلى أن نأخذ فكرة بسيطة عن الـ Purine والـ Pyramidine لأننا نريد أن ندرس مساهمة الفولك أسد في تكوين الـ Purimidine لذا نتعرف أولا على مساهمة الفولك أسد في تكوين الـ Purines الآن حتى تكتمل الصورة لدينا فسنتحدث بعض الشيء عن الـ Purine Synthesis الآن نحن نعلم من المعلومات السابقة في الـ Biology وإن شاء الله في المستقبل نحن سنتحدث عن هذا الموضوع عن الـ Purine Synthesis عن الـ Purimidine Synthesis عن هذه التفاصيل جميعها سنتحدث عنها ولكن الآن يجب أن يكون في أذهاننا بعض التفاصيل ولو البسيطة وسنتحدث عن تكوين الـ DNA وتكوين الـ RNA ولكن المهم لدي الآن أن نعلم نعلم بالضبط ماذا سيفعل الفولك أسد فكما تعرفنا قبل قليل أن الـ Purine هو عبارة عن نوع من أنواع الـ Nucleotides وأيضا الـ Purimidine أيضا هي عبارة عن نوع من أنواع الـ Nucleotides والـ Nucleotides تدخل في تكوين الـ DNA والـ RNA الآن الـ Purine Synthesis تتم بطريقتين الطريقة الأولى ببساطة هي عملية تحويل مركبات معينة إلى Purines ولكن أيضا يتم الـ Purine Synthesis بطريقة أخرى وهي ببساطة بناء الـ Purines من الصفر بناؤها ذرة ذرة أو لنكون منطقي أكثر جزئة جزئة أو جزء جزء حتى يصبح لدي Purine فمثل ما نلاحظ يقول أن الأتمز التي هي ذرات الحلقة التي تكون موجودة بالـ Purine are contributed by a number of compounds أي هناك عدد من المركبات تشترك في تكوين هذه الـ Purine ring وهذه المركبات هي عبارة عن amino acids أنواع من الأحماض الأمينية تشترك في تكوين هذه الـ Purine ring والتي هي Aspartate, Glycine and Glutamine هذه الأحماض الأمينية جميعها تشترك في تكوين الـ Purine ring من الـ Atoms Atoms of Purine ring وأيضاً من ضمن هذه الـ Compounds فنحتاج إلى الـ Carbon dioxide CO2 وأيضاً نحتاج إلى الـ N10 Formal Tetrahydrofolate مرة أخرى أيضاً في تكوين الـ Purine ring لذا فهنا أيضاً سيكون للـ Folate مساهمة في تكوين هذه الـ Purines لذا فالـ Folate لديه مساهمة في تكوين الـ Purine ring أما كيف سيساهم فمثل ما نلاحظ N10 Formal Tetrahydrofolate As a One Carbon Donor أي سيعطي ذرة كربون واحدة لمركب معين وبالتالي من خلال هذه المقدرة من قبل الـ N10 Formal Tetrahydrofolate على إعطاء One Carbon تساهم بتكوين الـ Purine ring فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن التتراhydrofolate وهذه الصيغة منه ستساهم بالـ Purine Synthesis من هذا المخطط الذي وصفناه كونه أهم مخطط في هذه المحاضرة The Purine ring is constructed primarily in the liver by a series of reactions أي سيتم تكوين الـ Purine ring بشكل أساسي في الـ Liver في الكبد وذلك من خلال سلسلة من التفاعلات That add the donated carbons and nitrogen to a preformed ribose 5 phosphate أي سيكون لدي ribose phosphate وهي عبارة عن سكريات بسيطة تتكون من خمسة ذرات كربون في الحالة الطبيعية مثلا في الغلوكوز فإن الغلوكوز والفريكتوز والغالكتوز جميعها تتكون من ستة ذرات من الكربون ولكن الـ Raybose يتكون من خمسة ذرات من الكربون وهناك pathway خاص يسمى Phosphate pathway هذا pathway من خلاله يتم هضم والتعديل على الـ Raybose بشكل عام فيتحول الـ Raybose إلى Raybose 5 phosphate في هذا التفاعل فسنقوم بأخذ الـ Raybose 5 phosphate من هذا الـ pathway الذي سنتأرف عليه إن شاء الله في المستقبل ونقوم بإضافة مكونات على هذا الـ Raybose 5 phosphate من هذه المركبات سنحتاج إلى Carbon dioxide سنحتاج إلى Carbon atom من الـ N10 formal tetrahydrofolate سنحتاج إلى عدد من المكونات نضيفها على هذا الـ Raybose 5 phosphate أي أن الـ Raybose 5 phosphate في هذه الحالة هو عبارة عن حجر الأساس الذي من خلاله أقوم ببناء البورين مثل ما نلاحظ هذا المخطط يوضح مساهمة كل مركب من هذه المركبات الـ Glutamine, Glycine, CO2, Aspartate والـ N10 formal tetrahydrofolate في تكوين هذا البورين أنا لن أدخل بصراحة بتفاصيل كثيرة في هذا المخطط لأن الغاية لدي في هذا الجزء من الفيديو أن أفهم أن البورين synthesis يتم بمساهمة الفوليت ليس مهم بصراحة عندي أن تفهم على وجه الدقة كيف يتم البورين synthesis الآن مثل ما تلاحظون هذا هو عبارة عن الباثوي الذي من خلاله سيتكون لدي البورين وكما تلاحظون هناك سلسلة من التفاعلات يكون نتيجتها هو تكوين البورين ومثل ما نلاحظ هنا يتضح لدي أن الـ N10 formal tetrahydrofolate تحول إلى tetrahydrofolate بمعنى أن الـ N10 formal tetrahydrofolate أعطى الـ formal group الذي لديه لمركب معين ونتج لدي في النهاية tetrahydrofolate من دون formal group وهذه هي بشكل مختصر مساهمة الفوليت في تكوين البورين الآن بالمقابل هذه هي الطريقة التي من خلالها تتكون الفيراميدين فمثل ما نلاحظ هنا thiamidine monophosphate TMP التي تعرفنا عليها قبل قليل فعملية تكوينها تتم من خلال هذا الباثوي لذا فهذا الفاثوي يمثل عملية تكوين البورين وهذا الباثوي يمثل عملية تكوين البورين أو بعض أنواع البورين وهنا تتضح مثل ما تلاحظون مساهمة الـ N5-N10 مثلين tetrahydrofolate ويتحول إلى dihydrofolate ومن ثم يعود في نهاية التفاعل ليتحول إلى tetrahydrofolate فالمهم أنه فقد المثلين أقروب في هذا التفاعل وهنا تعتبر مساهمة الفوليت في تكوين الفيراميدينز الآن سنتعرف على الـ Absorption وTransport in the blood وExecretion للفيتامين B9 أو الفولك أسد سنتعرف على أين يتم امتصاص هذا الفيتامين وكيف ينتقل بالدم وكيف يحصل له excretion وهل لدينا ستورج لهذا الفيتامين أو لا فولك أسد فولك أسد يتم إمتصاص الفولك أسد لا يحتاج إلى أي كارير بروتين لأنه يتم إمتصاص الفولك أسد في الدواتنم الذي هو عبارة عن الـ 12 والذي هو الجزء الأول من الـ Small Intestine من الأمعاء الدقيقة وبعد أن يتم الإمتصاص في الدواتنم ينتقل في الدم إلى الأنسجة لا يحتاج إلى بروتينات ناقلة داخل الدم لأنه Water Soluble Vitamin لذا يستطيع أن يذوب في الدم وينتقل بشكل حر في الدم بخلاف الفات Soluble Vitamin التي لا تستطيع أن تذوب في الماء ولا تستطيع أن تذوب في الدم لذا نحتاج إلى نواقل بروتينية خاصة تسمى اللايبو بروتين أو الكايلو مايكرونز والتي تقوم بنقل هذه الفات Soluble Vitamin داخل الدم ولكن في حالة الفولك أسد وفي حالة أغلب الـ Water Soluble Vitamin فإننا لا نحتاج إلى الكارير بروتينز لا نحتاج إلى بروتينات ناقلة تقوم بنقل هذه الفيتامينز داخل الدم وتوصل هذا الفيتامين إلى الأنسجة المختلفة وفي حالة الفولك أسد فمن أهم هذه الأنسجة هو الليفر لأن في الليفر سيتم تحويل هذا الفيتامين من الصيغة غير الفعالة إلى الصيغة الفعالة فأهم مكان للقيام بهذه العملية هو الليفر ويتم عمل إكسكريشن للفولك أسد عن طريق الكيدني أي سنتخلص من الزائد من الفولك أسد عن طريق الكيدني أن يخرج في الإدرار وذلك لكي يتم المحافظة على تركيز ثابت من الفولك أسد داخل الدم فإذا تناولنا مأكولات معينة فيها تركيز عالية جدا من الفولك أسد ودخل الفولك أسد إلى داخل الدم وأصبح تركيز الفولك أسد داخل الدم أكثر من التركيز المسموح به فسيتم التخلص من بعض الفولك أسد ليس جميع الفولك أسد سيتم التخلص من بعض الفولك أسد الموجود في الدم لكي نعود إلى التركيز المسموح به وهذه الحالة ليست فقط للفولك أسد فمثلا إذا ازداد تركيز الكلوكوز في الدم فبعض من الكلوكوز يخرج في الإدرار وهذه صفة مميزة لمرضى السكر لذا فإذا قمنا بتحليل الإدرار فسنجد نسبة من الفولك أسد موجودة في الإدرار من الممكن أن يتم خزن الفولك أسد في الجسم ولكن لن يكون بتراكيز عالية فالأفرج يكون ما بين نصف ميلي جرام إلى عشرون ميلي جرام وإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن المرأة الحامل تحتاج إلى 0.4 ميلي جرام per day أي تحتاج إلى 0.4 من الفولك أسد يوميا فإذا قسمنا 20 ميلي جرام على 0.4 ميلي جرام فإن المخزون من الفولك أسد بأفضل حالته أي 20 ميلي جرام سيدوم فقط 50 يوما هذا على فرض أن المرأة الحامل لم تأخذ أبدا فولك أسد من الغذاء قمت بهذه الحسبة البسيطة فقط لتوصيل الفكرة لا أكثر أريد منكم أن تتخيلوا ماذا يعني 0.5 لـ 20 ميلي جرام ومن الممكن أن تكفي الكمية المخزونة من الفولك أسد لـ 6 أشهر إذا كان الخزن في أعلى حالته وهو 20 ميلي جرام ولكن بالعادة لا تكون هناك كميات كبيرة من الفولك أسد مخزونة في الجسم لذا في الغالب لن تدوم هذه الكمية المخزونة لـ 6 أشهر لذا فالمصدر الأساسي لهذا الفيتامين هو من الغذاء لا نعتمد بشكل كبير على الكمية المخزونة من هذا الفيتامين لذا تحصل لدي الـ deficiency النقص في هذا الفيتامين بأسابيع معدودة وكما ذكرت قبل قليل فيتم امتصاص الفولك أسد في الدوادنم هذا تقريبا الدوادنم الذي هو عبارة عن الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والذي يسمى أيضا بالـ 12 مثل ما تلاحظون هنا مصطلح Bio-Availability ماذا يعني Bio-Availability يعني أنني مثلا أأخذ دواء معين أو مادة معينة ويتم امتصاص هذه المادة من الأمعاء الدقيقة مثلا في حالتنا هنا في الدوادنم وينتقل هذا المركب أو هذا الدواء من الدوادنم إلى الـ circulation إلى الدم الآن إذا انتقل 100% من هذا المركب إلى الـ circulation فأقول أن Bio-Availability لهذا المركب هي عبارة عن 100% أي 100% وإذا انتقل 50% فأقول أن Bio-Availability لهذا المركب هي عبارة عن 50% 50% إذا نحن حينما نتناول الفوليت فإن الفوليت يمتص بنسبة 50% فقط و50% يطرح في الفضلات أما الفولك أسد فيمتص بنسبة 100% ولكن بالطبع فإن هذه نسبة تقريبية فمثلا الـ dietary folate نقول أن تقريبا سيمتص نصف الـ dietary folate والفولك أسد أيضا تقريبا سيمتص أغلب الفولك أسد في الأمعاء الدقيقة في الدوادنم ويتم الميتابوليزم في الليفور أي أننا نقوم بتحويل الفوليت إلى نوع معين من أنواع الصيغة الفعالة التي تعرفنا عليها قبل قليل ربما أقوم بتحويله إلى 5-methyl tetrahydrofolate أو ربما أقوم بتحويله إلى 10-formal tetrahydrofolate على حسب احتياج الجسم لأي من هذه الصيغة الفعالة ومن ثم يتم الإكسكريشن باي كيدني فيخرج الفولك أسد باليورن أي أن الإدرار لدينا يحتوي على كمية من الفولك أسد مثل ما نلاحظ هنا تناولنا الفوليت ومن ثم تم الامتصاص بالعمعاء الدقيقة بالدوادنم بالاثنى عشر وحصل الامتصاص وانتقل إلى السيركوليشن وبعد ذلك ذهب إلى الليفور وقمنا باستخدام جزء من هذا الفولك أسد قمنا بأخذ الاحتياج من هذا الفولك أسد والتركيز الزائد عن الحد الطبيعي المسموح به داخل الدم يتم التخلص منه من خلال الكيدني ويذهب إلى اليورن الآن ما هي طرق أخذ الفولك أسد نستطيع أن نأخذه من الغذاء هذا بشكل أساسي ونستطيع أن نأخذه كدايتري سبليمنت دايتري سبليمنت موجود بصيغة حبوب نتناوله كحبوب مثل الكبسولات مثل الدواء ولكن أيضا موجود بصيغة شراب نقوم بشربه موجود بصيغة شراب وأيضا موجود بصيغة إنجكشن أي أننا نستطيع أن نأخذه بشكل إبرة ولكن بالحقيقة هذه الإبرة ليست متوفرة بشكل كبير وتستخدم فقط في حالات نادرة بالحقيقة لذا فأخذ الفولك أسد باي إنجكشن عن طريق إبرة فهو ليس شيء متوفر وشيء نادر وفي الحقيقة نحن لا نحتاجه إلا في حالات محددة جدا نحتاجه مثلا حينما يصاب شخص معين بمشاكل مثلا في الدوادنم تؤدي إلى احتياج استقصال الدوادنم بالكامل لذا فلن يكون لديه 12 وفي النهاية لن يستطيع أن يمتص الفولك أسد فما يهمني من هذا الجزء من الفيديو أن نعرف ما هي الطرق التي نستطيع من خلالها أن نحصل على الفيتامين بي ناين وندخله إلى أدسامنا ونستخدمه في تصنيع الدي اناي وتصنيع الكثير من المركبات المهمة الآن هذه عبارة عن الديتري سورسز أو فوليت أو سورسز فروم بفود لا حاجة لأن أقرأ هذه الأسماء التي بالنسبة لي أسماء بصراحة إلى حد ما جديدة ولكن مثل ما نلاحظ هنا لديه ليفي جرينز هنا هذه مثال على ليفي جرينز وأيضا لديه مثل ما تلاحظون هذا هو البروكلي وهو من أشهر المصادر للفولك أسد أيضا الأكس يعتبر من أشهر المصادر للفولك أسد وأيضا الأفوكادوز يعتبر أيضا من أشهر المصادر للفولك أسد النوتس أنت سيدس وببساطة المكسرات مثل ما تلاحظون أيضا تعتبر أحد أهم المصادر للفولك أسد لذا على الأقل نحفظ أدد من هذه المصادر الشععة ومن المؤكد أن هناك مصادر أخرى لم يتم ذكرها في هذا السلايد ولكن يكفي أن نأخذ فكرة ولمن يريد أن يتوسع فببساطة مجرد أن يكتب في الجوجل سيكون هناك الكثير من المصادر الأخرى التي لم يتم تطرق لها في هذا السلايد ولكن المهم لدي أن تفهموا الفكرة الآن كملخص فإن الفولك أسد يعتبر ماذا يعني؟ يعني أننا لا نستطيع أن نكون هذا الفيتامين فنحتاج إلى أن نأخذه من الغذاء دايتري ريسورسز تعرفنا على عدد من الدايتري سورسز وكان من أهمها لبروكلي الدارك جرين اللي في فيجتابلز وإلى آخر من هذه الأمور الأجز أيضا واحد من أهم المصادر ويتم الأبزورشن في الدوادنم والفولك أسد يساهم في تكوين البيورينز ريميدينز ميثيونين كاتيكولامينز كل هذه المركبات مهمة جدا في الجسم نقوم بتكوينها بمساعدة الفولك أسد الآن هنا لدي شيء إن شاء الله سنتحدث عن في المستقبل بفيديو خاص سيجمع كل الفيتامينز بفيديو واحد وسنتحدث عن هذا الشيء إن شاء الله في هذا الفيديو هذا الشيء هو عبارة عن الريكمندد دايلي ألاونس أي الحد المسموح به لأخذ الفيتامين بي ناين أو أي فيتامين بشكل عام بشكل يومي غير مسموح أن نتجاوز هذا الحد لأننا إذا تجاوزنا هذا الحد ستحصل لدي توقسيستي أي سيحصل لدي تسمم بسبب الجرع الزائدة من هذا الفيتامين لذا فأن الفولك أسد الحد المسموح به هو 150-200-300-400 أو 400 microgram per day هذه النسبة تختلف حسب العمر وحسب الجندر حسب النوع أنثى أو ذكر فتحدد النسبة وفقا للشخص ولكن أي أن النساء الحوامل يجب أن تأخذ نسبة عالية من الفولك أسد وأيضا النساء التي تقوم بالرضاعة أيضا يجب أن تأخذ نسبة عالية من الفولك أسد مقارنة بهذه النسب فهنا مثل ما نلاحظ 600 microgram per day and 500 microgram per day respectively أي النساء الحوامل تأخذ 600 microgram per day من الفولك أسد والنساء التي تقوم بالرضاعة تأخذ 500 microgram per day أما الآن فسنتعرف على الفولك أسد ديفيشنسي وأول هذه المشاكل التي ستحصل بسبب الفولك أسد ديفيشنسي هي عبارة عن الأنيميا أو فقر الدم الآن نأخذ تعريف بسيط للأنيميا أي الأنيميا هي عبارة عن حالة مرضية يحصل فيها نقص بتركيز الهيموغلوبين في الدم وحينما ينقص تركيز الهيموغلوبين في الدم سينتج عن ذلك ضعف في توصيل الأكسجن إلى الخلايا الآن مصطلحاً nutritional anemias يعني فقر الدم الناتج بسبب نقص أحد المكونات الغذائية بالثمان نلاحظ those caused by inadequate intake of one or more essential nutrients أي nutritional anemia تحصل بسبب نقص في أحد المكونات الأساسية في غذاء الشخص فينتج عن ذلك فقر دم لدى هذا الشخص وهذه nutritional anemias can be classified according to the size of the RPCs أو red blood cells or mean corboxyl volume MCV observed in the individual ماذا يعني ذلك؟ ببساطة يعني أن هناك تصنيف آخر للأنيميا غير nutritional anemia هذا التصنيف يكون على أساس حجم ال RPCs حجم خلايا الدم الحمر على وجه التحديد بالثمان نلاحظ هنا لدي nutritional anemias وهنا لدي microcytic anemia وهنا neurocytic anemia وهنا macrocytic anemia الآن microcytic anemia يعني الأنيميا التي تكون فيها خلايا الدم صغيرة مقارنة بالحالة الطبيعية neurocytic anemia هي عبارة عن نوع من أنواع الأنيميا التي يكون فيها حجم خلايا الدم الحمر بنفس الحجم الطبيعي للخلايا أما macrocytic anemia فهي الأنيميا التي يكون فيها حجم خلايا الدم الحمر أكبر من الحجم الطبيعي وهذه الم macrocytic anemia تحصل حينما يحصل عندنا نقص في الفولك أسد أو نقص في الفيتامين بي 12 لذا فالفولك أسد ديفيشنسي تسبب أنيميا ونوع من أنواع الأنيميا نسميها نيوتريشنال أنيميا وهذه النيوتريشنال أنيميا تكون عبارة عن macrocytic anemia الآن مجرد مراجعة بسيطة أو إضافة بسيطة فالميكروستيك أنيميا تحصل في الـ iron deficiency أي حينما يكون لدي نقص في الحديد فيحصل لدي مايكروستيك أنيميا مثل ما نلاحظ مايكروستيك أنيميا تحصل في الـ iron deficiency في نقص الحديد والماكروستيك أنيميا تحصل حينما يحصل لدي نقص في الفولك أسد أو بيتامين بي 12 الآن هذه الملاحظة مهمة التي هي عبارة عن الأنيميا التي تحصل في الفولك أسد ديفيشنسي والفيتامين بي 12 ديفيشنسي ميكالا بلاستيك أنيميا ميكالا بلاستيك أنيميا هي عبارة عن ماكروستيك أنيميا ولكن يستخدم بشكل شائع هذا المصطلح ميكالا بلاستيك أنيميا والذي يعني أن حجم كريات الدم أيضا أصبح كبير أكبر من الحد الطبيعي ففي بعض الأحيان بدلا من استخدام مصطلح ميكالا بلاستيك أنيميا يستخدم مصطلح ميكالا بلاستيك أنيميا ولكن هذا بسبب أي أن هذه الميكالا بلاستيك هي أحد مراحل تكوين خلايا الدم الحمر فحينما لا يكون هناك كمية كافية من الفولك أسد أو من الفيتامين بي 12 الآن سنتحدث عن الفيتامين بي 12 في المحضر القادم ولكن ما يهم منه الآن هو الفولك أسد حينما يحصل نقص في الفولك أسد فإن عملية تكوين خلايا الدم لا تكتمل إلى النهاية وإنما تصل لمرحلة معينة وبعدها لا تستطيع الخلايا أن تتكاثر وذلك لأن نقص الفولك أسد يؤدي إلى نقص في تكوين الدي اناي مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن النورمال بون مر بون مر تعني نخاع العظم الخلايا المسؤولة عن تكوين خلايا الدم الخلايا الجذائية المسؤولة عن تكوين خلايا الدم فهذا هو شكل النورمال بون مر وهذا هو شكل المنقالة بلاستيك بون مر مثل ما نلاحظ حينما نأخذ خزعة من نخاء العظم نلاحظ أن شكل النسيج يكون بهذا المظهر فشكل البون مر في الفيتامين بي 9 ديفيجنسي والفيتامين بي 12 ديفيجنسي يكون بهذا المظهر الآن لدينا السؤال الآتي لماذا يسبب نقص هذا الفيتامين أنيميا؟ لماذا يسبب نقص هذا الفيتامين فقر الدم؟ الآن مثل ما قلت قبل قليل أن الفولك أسد يوجد في الدم بتراكيز معينة هنا سيرم يعني وجوده في بلازما الدم موجود في الدم فحتى في حالة مثلا أننا نأخذ الفولك أسد من الغذاء بكميات معتدلة ولكن في بعض الأحيان يزداد الاحتياج للفولك أسد ففي هذه الحالة لن تكفي الكمية التي نأخذها من الغذاء فسنحتاج إلى كمية إضافية لذا ففي بعض الأحيان يحصل النقص في فيتامين بي 9 بسبب ازدياد الحاجة لهذا الفيتامين وليس بالضرورة نقص كمية هذا الفيتامين الموجود في الغذاء الذي نتناوله مثال ذلك هو المرأة الحامل تحتاج كميات كبيرة من الفولك أسد مقارنة بالمرأة ليست الحامل فإذا كانت هذه المرأة تأخذ الفولك أسد من الغذاء وهذا الفولك أسد يكفيها في حياتها اليومية وبالشكل الطبيعي ولكن أصبحت حامل وازداد احتياجها من الفولك أسد لذا كمية الفولك أسد التي تأخذها من الغذاء لم تعد كافية فستحتاج إلى أن تأخذ الفولك أسد بصيغة عن طريق حبوب أو عن طريق شرب وفي حالات خاصة جدا عن طريق إبرة وأيضا الحال مماثل في حالة اللاكتيشن في حالة المرأة المرضعة فأيضا تحتاج إلى كميات زائدة من الفولك أسد أيضا في بعض الأحيان يكون هناك سوء امتصاص لهذا الفيتامين بسبب مشكلة في الأمعاء الدقيقة فمثلا في بعض الحالات منها أمراض مناعية التي هي السيلياك مرض حساسية الحنطة أو الحساسية للغلوتين يصبح هناك ضمور في الزغابات الموجودة في الأثنى عشر وفي النهاية يقل الامتصاص للفولك أسد وفي الحقيقة ليس فقط للفولك أسد وإنما لعدد من الفيتامينز وعدد من المينيرالز عدد من الأملاح أيضا يتسبب نقص فيها بسبب ضعف القدرة على امتصاصها من الاثنى عشرين أيضا الكهولزم الإفراط في تناول الكحول أيضا يؤدي إلى الفولك أسد ديفيشنسي وذلك بسبب أن الكحول تتداخل مع امتصاص هذا الفيتامين وفي النهاية يتم امتصاص كميات كبيرة من الكحول ولن يتم امتصاص كمية كافية من الفولك أسد فيخرج الفولك أسد عن طريق الفضلات دون أن يتم امتصاصه بسبب وجود كمية كبيرة من الكحول تستغل أغلب نقاط الامتصاص لهذا الفيتامين فتقوم بمنافسة امتصاص الفولك أسد وفي النهاية يمتعظ الفولك أسد ويخرج من الجسم دون أن يمتص ويخرج غاضبا من الجسم أيضا في بعض الأحيان بعض أنواع الأدوية قد تسبب نقص في فيتامين بي ناين أو الفولك أسد وذلك لأن هذه الأدوية تؤثر على المركب الذي يقوم بتفعيل الفولك أسد أي يقوم بتحويل الفولك أسد من الصيغة الخاملة أو الصيغة غير الفعالة إلى الصيغة الفعالة وهذا الإنزايم هو عبارة عن الدايهايدروفوليت ريداكتيز وقد تعرفنا عليه قبل قليل كما تحدث قبل قليل أن الفولك أسد ديفيشنسي من الممكن أن تحصل خلال أسابيع معدودة إذا توقفنا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على تركيز كافي من الفولك أسد إذا نحتاج إلى أن نتناول الخضروات التي تحتوي على تركيز جيدة من الفولك أسد وذلك لضمان عدم حصول نقص بهذا الفيتامين وخاصة النساء الحوامل أو النساء التي تتوقع أن تصبح حامل قريبا وإذا كنتم على معرفة بنساء حوامل أو نساء تتوقع أنها تصبح حامل في وقت قريب فأنصحوها بأخذ الفولك أسد عن طريق dietary supplements أي مكملات غذائية وسنتحدث عن هذا الشيء بعد قليل فكملخص لهذه الفقرة فأن هناك أدت أسباب لنقص فيتامين B9 أو الفولك أسد منها أنني أحتاج إلى هذا الفيتامين بكميات أكثر من الكمية التي أأخذها من الغذاء فيحصل لدي النقص وهذا يحصل في الركنينسي واللاكتيشن وأيضا في بعض الأحيان يكون الامتصاص لهذا الفيتامين ضعيف في الأمعاء الدقيقة وذلك لأسباب عدة منها من الممكن أن تكون مشكلة في السمال انتستين أو حينما يكون الشخص الكوهوليكس أي يتناول كميات زائدة من الكحول والفولك أسد ديفيشن سي تحصل خلال أسابيع بسيطة إذا لم نتناول كميات كافية من الغذاء الحاوي على الفولك أسد الفولك أسد بشكل أساسي يسبب ميغالفلاستيك أنيميا ميغالفلاستيك أنيميا هي ببساطة نوع من أنواع فقر الدم تكون فيه خلايا الدم كبيرة الحجم الآن حينما نريد أن نقوم بتشخيص نوع الأنيميا نوع فقر الدم المصاب به شخص معين فسنأخذ عينة من دم هذا الشخص ونقوم بوضع هذه العينة بطريقة معينة تحت المجهر ونشاهد هذه الأربيسيز نشاهد خلايا الدم ونقوم بفحص خلايا الدم هذه ونراقب حجم خلايا الدم هذه ففي حالة الميغالفلاستيك أنيميا تكون الأربيسيز بحجم كبير وهذا يحصل في حالة الفولك أسد ديفيشنسي وأيضا في حالة الفيتامين 12 ديفيشنسي أو الكوبالامين ديفيشنسي أي أن نقص فيتامين B9 أو الفولك أسد يسبب نقصان في تكوين الـ DNA ففي النهاية أنا لا أستطيع أن أكون DNA ورني بكميات كافية مما يؤدي إلى حصول ميغالفلاستيك أنيميا وهذا في الحقيقة هو الجواب على السؤال لماذا يسبب الفولك أسد ديفيشنسي ميغالفلاستيك أنيميا عدم القدرة على تكوين الـ DNA يؤدي إلى عدم القدرة على الإنقسام فمثلا خلايا الدم في الحقيقة ليست خلايا الدم على وجه التحديد ليست الـ RBC وإنما الخلايا المكونة للـ RBC هناك سلسلة راتبية من الانقسامات تؤدي في النهاية إلى تكوين الـ RBC فهذه الخلايا التي هي عبارة عن الخلايا التي تكون الـ RBC تحتاج إلى أن تكون كميات كبيرة من الـ DNA لأنها مستمرة بالانقسام فإن لم يكن لدي الفولك أسد فلن أستطيع أن أقوم بتكوين الـ DNA وفي النهاية لن تستطيع هذه الخلايا أن تنقسم وفي النهاية تخرج هذه الخلايا من البون مرو من نخاء العظم غير مكتملة الانقسام لهذا السبب تخرج وهي كبيرة الحجم لهذا السبب نسمي الأنيميا التي تحصل بسبب الفولك أسد ديفيشنسي ميغالفلاستيك أنيميا لأن الخلايا تخرج غير مكتملة الانقسام وهي خلايا كبيرة لأن الـ RBC الناتجة بالشكل الطبيعي من عمليات الانقسام لهذه الخلايا هي خلايا صغيرة مقارنة بالخلايا الأم التي كونت هذه الـ RBC وبالتالي لن أستطيع أن أكون كمية كافية من الـ RBC وفي النهاية تحصل لدي الميغالفلاستيك أنيميا وإذا حصل لدي أنيميا فلن أستطيع أن أوصل الأكسجن للأنسجة بكمية كافية وبالتالي قد يسبب ذلك إلى موت بعض الخلايا موت بعض الأنسجة وواحدة من أهم هذه الأنسجة هي الخلايا الدماغية لذا في بعض الأمراض الوراثية التي تسبب فولك أسد ديفيشنسي فإن لم يتم السيطرة على هذه الأمراض وأخذنا الفولك أسد بكميات كافية المستبع أن يؤدي نقص الفولك أسد إلى الوفاة الآن بالإضافة إلى أن النقص فيتامين بيناين يسبب أنيميا فأن النقص فيتامين بيناين أيضا يسبب تشوهات خلقية للجنين مثلما نلاحظ فوليت and a neural tube defects in the fetus Spina bifida and an encephaly هذه عبارة عن حالات من التشوه سنرى الصور بعد قليل ولكن هذه حالة من التشوه وهذه أيضا حالة من التشوه وهذه الحالات تحدث بسبب نقص الفولك أسد لدى المرأة الحامل أي أن هذان التشوهان الذين يحصلان في الـ Neural Tube سنعلم بعد قليل ما هو الـ Neural Tube ولكن هذان التشوهان يمثلان التشوهان الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن ثلاثة آلاف من النساء الحوامل تصاب أجنتهن بهذا التشوه مثلا نلاحظ هذا هو عبارة عن شكل Spina bifida مثلا تلاحظون أن هناك جزء من الحبل الشوكي ظاهر إلى الخارج وأيضا معه بعض السوائل ويظهر شكله من الخارج بهذا الشكل وكما تلاحظون هذا هو عبارة عن الـ N-Encyphaly N-Encyphaly معناته غياب الدماغ أي يولد الجنين بدون دماغ أو لديه نقص في الخلايا الدماغية Folic acid supplements before conception and during the first trimester has been shown to significantly reduce NTDs أي إعطاء Folic acid بصيغة Supplement أي تتناوله المرأة الحامل بصيغة مكمل غذائي حبوب أو في بعض الأحيان بصيغ أخرى تحدث عن هذا الشيء قبل قليل يساهم بشكل كبير في حماية الجنين من التشوهات التي تصيب الـ Neural Tube Therefore, all women of child-bearing age are advised to consume 0.4 milligram per a day of Folic acid to reduce the risk of having a pregnancy affected by NTDs and 10 times that amount if a previous pregnancy was affected ماذا يعني ذلك؟ يعني أن جميع النساء التي تتوقع أن تصبح حامل فأنها تنصح بأن تأخذ Folic acid بصيغة dietary supplements بجرعة 0.4 milligram per a day وذلك لأن أغلب التشوهات تحصل في الثلثة الأول من الحمل وفي الغالب المرأة لا تعلم بحملها إلا بعد فترة وكما يقال أنها علمت بعد وقوع الفأس بالرأس لذا من المهم أن تأخذ Folic acid ك dietary supplement إذا كانت تتوقع أن تصبح حامل ولكن حينما تكون هذه المرأة قد حصل عندها حالة تشوه سابقة فتنصح بأن تأخذ عشرة أضعاف هذه الجرعة من Folic acid وذلك لضمان عدب حصول هذه الـ NTDs مرة أخرى الآن هذه فكرة سريعة عن الإمبيريولوجي مثلما نلاحظ هذه الصورة توضح أغلب الخلايا الجنينية وما صير كل خلية من هذه الخلايا وهنا مثلما نلاحظ هذا هو عبارة عن الـ Neural Tube الذي سيكون جزء من الجهاز العصبي للإنسان ثم نلاحظ هذا هو عبارة عن شكل الجنين في اليوم الثالث عشر أي في الفيرست تريمستر فنلاحظ التغير السريع في شكل الجنين مما يوحي إلى أن هذا الجنين ينمو بسرعة فالسباينة بفيدا والأن انسفالي تحصل عند هذا الجنين حينما يعجز الـ Neural Tube على أن يغلق من الأعلى أو من الأسفل ففي حالة الـ Neural Tube يعني أن الـ Neural Tube قد عجزه على أن يغلق من الجهة العلوية وفي حالة الـ Spina bifida فتحصل حينما يعجز الـ Neural Tube على أن يغلق من الجهة السفلية وهتان الحالتان من التشوه يحصلان حينما يحصل لدي نقص في فيتامين B9 أو الفولكاسد Adequate folate nutrition must occur at the time of conception بالنسبة للنساء التي تتوقع أنها ستصبح حامل فعليها أن تأخذ الفولكاسد بكميات كافية لأن الاحتياج الأكبر للفولكاسد يكون في أول ثلاثة أشهر من الحمل فإن لم تأخذ هذه النساء الكمية الكافية من الفولكاسد فستحصل لدي تشوهات منها الـ NTDs التي عبارة عن Neural Tube Defects وفي الحقيقة الكثير من النساء الحوامل لا تنتبه للحمل في أول ثلاثة أشهر فتنتبه أنها حامل بعد مضي ثلاثة أشهر من الحمل وهي الفترة الحرجة من التطور الجنيني التي يحتاج فيها الجنين إلى كميات كبيرة من الفولكاسد High dose folate supplementation can mask the symptoms of vitamin B12 deficiency and is not recommended for most adults إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتعرف على الفيتامين B12 وسنتعرف على هذه النقطة على وجه التحديد في الفيتامين B12 lecture محاضرة الفيتامين B12 ولكن بشكل مختصر أخذ كميات كبيرة من الفولكاسد يؤدي إلى عمل mask على الفيتامين B12 deficiency أي أننا لا نستطيع أن نميز إذا كان لدينا فيتامين B12 deficiency أو لا حينما نأخذ كميات كبيرة من الفولكاسد وليس من الشيء الذي يوصي به الطب أن نأخذ كميات كبيرة من الفولكاسد حينما يكون لدينا فيتامين B12 deficiency سنتحدث إن شاء الله عن هذه النقطة في المحاضرة القادمة بالتفصيل فوليت deficiency has also been associated with heart disease, dementia and cancer سجلت بعض الحالات بأن نقص فيتامين B9 أو الفولكاسد يسبب أمراض القلب ويسبب أيضا ديمينشيا التي هي عبارة عن الخرف أو خلل في وظائف الجهاز العصبي وأيضا في حالات معينة نقص الفولكاسد يسبب كانسر يسبب السرطان لذا فالفولكاسد deficiency هي شيء serious شيء جاد علينا أن نأخذه بنظر الاعتبار وأن لا نهمله أبدا والآن للتذكير وأيضا للتلخيص وأيضا إضافة بعض التفاصيل عن مثل ما نلاحظ أولا سيكون لدي أي أننا لا نأخذ الفولكاسد بكميات كافية من الغذاء ومثال ذلك الكحول يزمع الأشخاص المدمنين على تناول الكحول يصابون بنقص فيتامين بي ناين والكثير من الفيتامين ليس فقط بي ناين أغلب البي فيتامين يصاب مدمن الكحول بنقص فيها وأيضا المثال الآخر هو أي أن هذا الشخص لا يأخذ الفولكاسد بكميات كافية من الغذاء بسبب أنه لا يأكل مصادر الغذاء التي تحتوي على تراكيز جيدة من الفولكاسد لذا فهو يعتمد على غذاء فقير بالفولكاسد أيضا السبب الآخر وهو المال أبزوربشن هناك سوء في امتصاص هذا الفيتامين ومثال ذلك هو السيليك ديزيز وهو عبارة عن مرض وراثي يحصل فيه ضمور في الزغابات المعوية في الأمعاء الدقيقة وبالتالي يقل الامتصاص للفولكاسد وليس فقط للفولكاسد وإنما لأنواع أخرى من الفيتامينز وأيضا المنيرالز أي الأملاح أيضا بعض أنواع المدكيشنز تسبب فولكاسد ديفيشنسي مثال ذلك الميثوتريكسيد الذي هو عبارة عن كيموثارابي يستخدم في العلاج الكيميائي والسبب الآخر هو أنكريز يوتيلازيشن أي حينما تزداد الحاجة إلى الفولكاسد فأن هذا أيضا يسبب نقص بالفولكاسد فمثلا في حالة الفولكاسد في حالة الحمل فإذا كانت الأمثى تعتمد على كمية محددة من الفولكاسد تأخذه من الغذاء وبسبب ازدياد الحاجة للفولكاسد فأن هذه الكمية تصبح خير كافية لذا تحتاج إلى أن تأخذ الفولكاسد بصيغة بصيغة مكمل غذائي وأيضا تحصل هذه الحالة في اللاكتيشن حينما تقوم هذه الأنثى بالرضاعة ولكن كلا هذان البرغنانسي واللاكتيشن هما حالتان طبيعية أما في الحالة الغير طبيعية والحالة المرضية فهو حينما يقوم المصاب بالفشل الكلوي أو أحد أمراض الكلية بالهيمو دائلسز والذي هو عبارة عن الغسل الدموي فأيضا هذا يؤدي إلى increase utilization وبالتالي فولكاسد ديفيشنسي وأيضا السبب الأخير للفولكاسد ديفيشنسي هو الجنتك الوراثة بعض الأمراض الوراثية تسبب فولكاسد ديفيشنسي ربما نقص في إنزايم معين يؤدي إلى تحويل الفولكاسد إلى أحد الصيغ الفعالة وبالتالي يحصل نقص في هذا الفيتامين بسبب نقص الإنزايم الذي يقوم بتحويله إلى صيغته الفعالة وإلى هنا أنتات هذه المحاضرة التي لم تكن محاضرة قصيرة أبدا ولكن لنكن إيجابيين فقد تعرفنا على الكثير من التفاصيل في هذه المحاضرة فالآن صرنا نعلم على وجه التحديد ما هي وظيفة الفولكاسد وماذا يسبب نقص الفولكاسد وإن شاء الله الفيديو القادم سيكون عن الفيتامين بي 12 وسنأتي على ذكر الفولكاسد مرة أخرى في المحاضرة القادمة لأن هذان التو فيتامينز أصدقاء يشتركون في بعض العمليات مع بعضهم البعض داخل الجسم لذا نلتقي بالفيتامين بي 12 لكتر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة